ما أجي في بساتة لما صير العيال يصير بيني وبينهم وزعلوني ذاك اليوم ترى أنا ما أحبه كذا سويت كذا لأن العقليات تختلف ولا عمر الطفل الصغير يتساوى عنده الخيال والحقيقة مثل أبو أربع سنوات أبو خمس سنوات وممكن يوصل إلى الستة أحيانا يشوف حلم أن أمة وفيت تلقام تكدر طول اليوم حاضن أمه ما تدري شنو فيه احتاج إلى احتضان احتاج أن الأمة تبين قريبة ومو تقولها لا ما عليك ما عليك وتروح وتنام بدار بروحها مو صحيح هو شايف لحلم أنت تقولين لا لا هذا حلم حلم عندك حلم هو في عمره الصغير مو مستوعب أن هذا حلم هو يراه أن هذا واقع حادث انظر إلى عمره وانظر إلى تاريخك السابق دائما تبين تعرف القضية لابد أنك ترجع بالتاريخ تقول أنا لما كنت عمره كيف يعني الشيخ بن سعدي له كلمة جميلة هو يتكلم عن أسباب انشراح الصدور يقول أفضل الأشياء التي تؤدي لانشراح الصدر أن تعامل الناس على حسب عقولهم لا على حسب عقلك من أكثر الأمور اللي يشيلهمها الناس في زماننا هذا موضوع تربية الأبناء فعلا صار الموضوع يعني الله أعلم أنا أشوفه شوي صعب ومعقد كثرة المتغيرات الموجودة كثرة العوامل المعرض لها الأطفال من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو المدارس أو الأفكار اللي تدخل عليهم فهذا موضوع مهم جدا وعرف أنه في تعطش كبير للتعلم تعلم كيفية تربية الأبناء بشكل صحيح اليوم مع ضيفنا الدكتور سالم العجمي الدكتور سالم عنده كتاب اسمه التربية العاطفية للأبناء بحط لكم رابط الكتاب في وصف الحلقة لمن أراد الاستزادة من المعلومات والطرح اللي أنطرح تكلمنا عن مساء كثيرة جدا مهمة عن مسألة الحب مسألة الأمان العاطفي مسألة فهم نفسية الأبناء مسألة وجود أهداف أصلا في تربية الأبناء مسألة الواقعية الحرية هل نعطيهم الحرية ما نعطيهم الحرية موضع كثيرة أمور كثيرة فوائد كثيرة بإذن الله ننتفع منها أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ذرياتنا وأن يجعلهم قرة عين لنا معاكم سعود الحمادي وهذا بودكاست رفوف من منتجات مكتبة السيديو حياكم الله بسم الله نبدأ السلام عليكم دكتور عليكم السلام شرفتنا ونورتنا وسعدنا صلاح الله سلمك يبارك في عمرك الله يبارك فيك دكتور اليوم لما تتحدث عن موضوع مهم جدا الكلام فيه كثير وطويل منه كلام صعب أن يطبق ومنه كلام واقعي تربية الأطفال صعوبات كثيرة جدا في المجال هذا نتعلم إن شاء الله أول شيء شيخنا نبدأ عشان الناس تفهم شو أهمية التربية هل هو شيء مهم جدا إنسان لا بد أن يتعلمه ويحرص عليه ولا شيء يعني مثل ما شفنا أبائنا وأجدادنا نمشي بالحياة هاي والأمور طيبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه لا شك هذا الموضوع مهم جدا لأنها كل بناء يقوم على لبنات وهذه اللبنات التي يقوم عليها تربية الأبناء هي مراعاة النشأ لأنه يقوم عليها أصلا صلاح المجتمع وأن نخرج مجتمع صالح صالح من الناحية الدينية ولا شك وكذلك أيضا صالح من الناحية الدنيوية كلما زاد عندنا معدل الصلاح في المجتمعات كلما زادت عندنا الآثار والنتائج ولذلك الآثار والنتائج منها ما يكون عام للمجتمع ومنها ما يكون خاص للأسرة ومنها ما يكون أخص وهو بالنسبة للفرد على الأقل في مسألة التربية الناس حينما تصلح هذه النبتة يعيشون باطمئنا يعيشون بسلامة لأننا نحن في هذه الحياة إما أننا نسعى دائما للربح وإما إذا لم نحصل للربح نسعى إلى مسألة أن نكون نخرج بالسلامة هذا فعل العقلة وهو أنه دائما قد يخوض مضمار من مضمار الحياة في أي نوع من الأنواع تجارة نوع كتابة نوع تأليف نوع اجتماعي أي مجال من المجالات هو لما يسعى في هذا يريد أن يحقق الربح الربح ربما لا يحصل الذي يخرج بالسلامة هو لا شك أنه ناجي مثل الرجل الذي يدخل فيه تجارة معينة وكان يسعى إلى الربح هذا أمل يريد أن يحققه ربما لا يتحصل ولا يحصل على أرض الواقع فإذا خرج من هذه التجارة وهو بالسلامة لم يحصل عليه دين لم يتكلف الديون على عاتقه تجده وكأنه ربح لأنه خرج بالسلام الذي يشعر بمرارة الحال هو الشخص الذي يتكلف بالديون ويتكبل بها وتضيق عليه حياته مثل هذه التربية التي نسعى إليها نريد أن نحقق السلامة لجميع هذه المستويات من مجتمعات وأفراد وكذلك بالنسبة للأسرة التي تحيط به ونسعى دائما إلى الربح كل ما زاد معدل إصلاح الحال بالنسبة لتربية الأبناء كل ما اكتملت جذور السعادة واكتمل هذا البناء السعيد ولا شك أن هذه المسألة هي توفيق من الله عز وجل هذه الإنسان يخوض في مضمار الأسباب وأما مسألة ما يتحقق له بعد ذلك هذا يرجع إلى الله ربما يمنع الله عز وجل فضله عن أحد من الناس لحكمه وربما يعطيه لبعض الناس تفضلا منه سبحانه وتعالى قسم الأرزق ولذا مسألة تربية الأبناء ليست المسألة فقط أننا نريد أن نحقق فيها هدفا معين تعرف تربية الأبناء منها أهداف عامة بالنسبة للشخص يضعها أمام عينه يريد تحقيقها وممكن أنه يحصل على هدف هدفين ثلاثة لا تدري المعطيات كذلك التي تدفعه من أجل أنه يربي أبنائه ويخرج النبتة طيبة أيضا كذلك تختلف عند الناس قد يخرج الإنسان الآن يريد أنه يخرج له شاب من هذه الحياة المختلطة بكثرة الأفكار والمعطيات وكثرة المتنازعات الآن في هذه الحياة بحيث أنه وأنت تتسير في مجريات الحياة تجد كثير من الأمور التي تتجاذب الإنسان تريد أن تخرج عن الطريق الذي خطه لنفسه والهدف الذي وضعه هو حط هدف الآن قاعد يمشي عليه لكن لا بد أن تأتيه بعض المنازعات يعني ما يخليك من حولك تسير على خطوتك بدون منازعة ولذا هذا يصب عليك مسألة المهمة أن ما تكون المهمة سهلة وإلا لكان الناس كلهم على مستوى واحد هذا شيء قسمه من الله يقسمه الناس يضعون أمامهم أهداف من أجل أن تكون التربية صالحة حسنة من أجل أنهم يستجمعون جميع الدوافع قد يكون الإنسان يضع في مخيلته أن يكون هذا الشاب ناجح من أجل أن يعتمد عليه تلك الفتاة ناجحة حتى يفخر بها هذه دوافع فطرية عند الناس ومنهم من يكون يريد أن يحقق أهدافه هو من خلال أبنائه هذا الإبن لما يضع الإنسان أنه انعكاس له وصورة يريد أن تكون هذه الصورة أنقى صورة سيسعى إلى تحقيق كثير من الأهداف التي لم يحققها في نفسه من خلال الإبن ولذلك كان القائل يقول إن في عينيك تبدو صورتي يا صغيري فأرى فيك أنا وأرى فيك حياتي كلها من تباريحة وشجو ومنى وأرى فيك حياتي ابتدأت وأرى دنيايا فيك ابتدأت من جديد باخضرار وسنة فإذا ول زماني وانطوى بك إني قد مددت الزمن هذا يضعها الإنسان يقول لك في أهداف كثيرة لما حققتها في حياتي ربما تكون عندي أفضل همة ويكون عندي أكثر عزم ويكون عندي أكثر معطيات للأسباب لكن لحكمها الله عز وجل شاءها سبحانه وتعالى وأرادها ما استطعت أن أحق الهدف أنا أجتهد الآن في تحقيق هذا الهدف مع ملاحظة أن حتى وأنا خلال تحقيق هذا الهدف من خلال هذا الإبن لا أخرجه عن العيش في مراحل الحياة يعني لا أعامل الطفل معاملة الرجل الكبير أطلبه وأطالبه بالتكاليف التي لا يتحملها إلا الكبر لا أستطيع أن أحقق هذا من خلاله بمسألة الضغط تكون المسألة مع بذل الأسباب وسؤال الله عز وجل والاعتماد على الله والتوكل على الله واليقين بأن كل واحد سيأتيه رزقه نضعها في نصب الأعين لكن هذا بعض الناس يسر لذلك لا تجد أحد من الناس وهو يفرح إن فاز أحد عليه هذا شيء يعني فطري إلا إذا رأى ابنه أنجم منه هذا تجد الإنسان دائما أكثر سرورا حينما يكون الإبن قد وصل إلى مرحلة لم يصلها الأب تجده أكثر فخرا تجد مثلا الأب أمي أو أنه قليل التعليم يفرح إذا أصبح ولده دكتور تجد أن الأم لو كانت قليلة التعليم تفرح إذا ابنتها وصلت إلى منزل هذا أمر فطري كذلك هذه المسائل تجد أن فيها تربية الأبناء وما يدفع لها من الدوافع أن هذا نداء فطري أن الابن دائما الوالد يريده أن يكون متميزا في المجتمعات ويفاخر بذلك فخر وهو شيء فطري شيء نفسي لذلك من السنة النبوية التي وردت في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للصحابة وهم جلوس عنده وكان معهم ابن عمر رضي الله عنه وكان صغير السن فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن من الشجر شجرة تشبه المؤمن لا يسقط ورقها يقول عبد الله بن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحيت يقول فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخبروني ما هي يقول فخاض الناس في شجر البوادي كل واحد يقول هذه شجرة واحد يقول شجرة كذا واحد الثاني يقول شجرة كذا يقول فلم يعرفها أحد فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها النخلة يقول لما خرجنا قلت لأبي عمر بن الخطاب قلت له والله يا أبتي لقد وقع في نفسي أنها النخلة قال وما منعك وما منعك أن تقول قلت يا أبتي نظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحيت قال والله لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا أهل العلم يقولون في هذا هو لا شك ندال الفطرة قالوا هذا فيه أن الأب يفخر بنجابة ابنه أن يكون ولذلك كانت العرب تقول من أدب ابنه أرغم أنفع عدوه ما يجد الناس في جميع الأزمان وسيلة لإرغام أنف العدو وكذلك قهره مثل أن يكون العبن صالح صالح في الدين وفي الدنيا في الدين أن يكون مستقيما على طاعة الله وفي الدنيا أن يكون كذلك مستجيبا للأمور التي لا يخالف فيها المعاريف العامة لا يخالف فيها أعراف الناس متأدب بأدب الناس بطريقة أكله طريقة شربه طريقة أخذه وإعطائه طريقة الحوار طريقة النقاش يكون يستجمع هذه الأداب وكلها ممتدة من الشريعة لكن بعض الناس يأخذها ويفتح الله عز وجل عليه فطريا فتجده في هذا الباب مبرزا كيف إذا كان الهدف الإنسان يريد أن يخرج ابن صالحا وابنة صالحة رحمة بهم ورفقا من أجل أن لا يعانوا في هذه الحياة ويعيشون بسلام لأن المرء كلما كان أكثر انصرافا عن الطاعة كلما كان أكثر وقوعا في مسألة التخبطات وكلما ضيق على نفسه فمسأة لما يكون الواحد الآن قايم على الشريعة ومطبق أحكام الله حتى أو فيها عنده نقص من الجوانب لكن تجده في جوانب كثيرة يستجمع ما فيه الأجور وما فيه القرب من الله وإلا المعاصي موجودة عند الناس كلها لكن المقصود السعي إلى أن يستجمع أكثر الأسباب المقربة إلى الله تجده يعيش بأمان فما بالك إذا كان المرء يعرف أنه إذا مات كان هذا سببا في تثقيل ميزانه فإن العبد كما في الحديث يأتي يوم القيامة ويجد له من العمل الصالح الكبير فيقول يا رب أن لي هذا ما يذكر أنه عمله قال هذا من استغفار ولدك لك لما يعرف الإنسان فضل هذه الأحاديث ويعرف أنه إذا كان عنده ابن صالح سيأتي بأجره يوم القيامة سيحرص على تدينه تخيل أن يكون الإبن عالما والأب توفي وهو أمي لا يعرف حتى إنه لا يجيد إلا الفاتحة يقرأها غراءة مكسرة ويفتح الله عز وجل على هذا الإبن مخلصا يريد وجه الله عز وجل يعظم الله أجره يثق الموازينه كل هذا يكون في ميزان الوالد لأنه كان ساعيا وسببا في إصلاح حاله مجتهدا على ذلك أن يكون الإبن صالح يكون الإبن فما بلك إذا كان الإبن مصلح في المجتمعات يدعو إلى خير ويعلم الخير ويقود الناس إلى الخير لا شك أنه أكثر نماء وأجرا هذه الأهداف تجعل الناس يهتمون في مسألة تربية الأبناء ولو لم يكن منها إلا الفخر الداخلي والإشباع العاطفي بنجابة الأبناء لكان كافيا كيف إذا جمعنا جميع الأسباب الثانية؟ وضوع الأهداف ذكرت أنني أحقق أهدافي الشخصية في أبنائي قد يرى لبعض أنه نوع إنانية شو ذنب الإبن أنت ما حقق أهدافك وتجبره على مثلا يدرس تخصص معين أو يمشي في التجاه معين حتى أنت تشبع أهدافك اللي ما أشبعتها فهل هذا صحيح أني أحقق أهدافي عن طريق أبنائي هل في خير أو لا مسألة فيها تفصيل؟ خلامك جميل وتوجيهك جميل وسؤالك جميل المقصود في هذا الباب تحقيق الأهداف تحقيق أهداف النجابة وليس الإختيار لشيء معين وضايقه عليه مثلا أنا ابني أتمنى أن يكون عالما أتمنى أن يكون خطيب مسجد هذا بيد الله الهداية ليست بيدي أنا أبذل لها الأسباب أسباب النجاح في الوقت ذاته أترك لها الاختيار لابد أن يكون له مجال في الاختيار ما جاء أرغم على تخصص معين ممكن لو جاني شاورني أقول له مثلا خذ هذا التخصص يأتي الولد مثلا في الثانوية فيكون بين طريقين أنا أميل مثلا للأسلوب الأدبي أريد أن يخرج أديب في اللغة العربية يعرف أدب العرب أريد أن يتعلم أبيه يدخل مثلا شريعة يدخل بكرة شيء علمي لكن اختياره قال أنا أريد أن أدخل تخصص علمي لا تجبر على ذلك جئت الآن أنت مستشار أنت تريد أن يكون ناجحا وأن يكون ناجحا بطريقة ليس فيها عيب عليه وليس فيها قدح لكن ليس معنى أن ندخل في الاختيارات الدقيقة لأن هذه تركيبات شخصية يعني ما تستطيع أنك تلزمه بهواية معينة حتى لا نكسر الشخصية يعني ما أتي إلى شخصيته فأدمرها من أجل أن أحقق أهداف عندي وإذا كم من أشخاص دخل في بعض الأشياء الجزئية الدقيقة لأبنائه فأفسد عليهم الحياة أرغمه على أن يدخل في جانب ومجال لا يريده أنا ما نتكلم على مسألة أن يدخل في جانب فيه محظورات ونقول أن هذا من باب الاختيار لا هذا غير هذا من باب الأمر بالمعروف وأنه عن المنكر ما دام لك سلطان وما دام أنه يستمع منك وما دام تبين لها الفضل في غير هذا المكان تبين له ما يكون فيه لكن في تمام الحال المقصود أننا نتكلم عن الأمر العام ليه أنا نبهت أنه على مسألة وهو أنها تكلف الإبن في بعض الأشياء لكن لا تخرجه عن مرحلة الحياة التي يعيش بها يعني مثلا الطفل الآن لما يكون صغير وممكن أننا راح يجي من الكلام هذا أيضا مسألة لما يكون الطفل صغير الآن يخاف أو أنه مثلا يرعبه بعض الأشياء لا تعامله كرجل وتقول لا أنت رجل الرجل لا يبكي ليس صحيح لذلك هذه المشاعر الإنسانية يتكلم عليها أهل العلم وأهل التربية أنك تتعامل معه وفق المرحلة التي يعيش فيها ممكن تطلب بعض التكاليف حتى يتدرب لكن ليس المقصود أن تحمله ما لا يطيق يعني مثل هذه الأمور التي ذكرتها وهذا إشارة جميلة حقيقة ليس المقصود أنك تنحى إلى مسألة تدمير الشخصية المقصود نجمع الأسباب الإجمالية الأسباب الدقيقة التي ندخل فيها إلى شخصيته فنلقيها هذا ليس بمستحسن ولا شك طيب دكتان أرجع للأهداف الآن ممكن لحد يسمع يقول طيب أنا شو الهدف اللي ممكن أحطه لأبنائي أو هدف لي في تربية الأبناء نعم الهدف وحنا ذكرنا بعض الأسباب التي تكون هي دافعة إلى أن تحقق شخصيته لكن الهدف هو اللي أشرت إليه إجمالا وهو مسألة أنه يكون بين الربح وبين السلامة الربح أنه يكون إنسان تراه في كل يوم يرتقي بفضل الله في مجال يحمده الناس عليه أعلمه أن يكون إنسان ناجح نافع في المجتمع ما يكون إنسان فقط لنفسه فقط يعني مثلا ابني يعمل الخير شجعه على هذا حتى يصير فعل الخير له طبيعة ليس فقط أنه يبحث عن سلامة نفسه أنا أريد أن يكون نافع للناس أيضا في مجال التعليم أعلمه أن هذه أجور عندك لابد أن تسعى إليها من أجل أن تكثر الخير الذي عندك لأنك أنت آهن في حالة عمل وجمع للأجور في مسألة الشفاعة تشفع للناس فيما لا يكون فيه ظلم للآخرين من أجل أن هذا يجعل لك قيمة حتى لما تلتفت إلى نفسك بينك وبين نفسك تحمد نفسك تقول لله الحمد أنه لك هذا القدر لما تسمع ثناء الناس ليس المقصود فيه فقط أنه ينقلونك إلى مسألة أنك تريد أن ترأي في عملك أو تسمع لكن المقصود أنك لما تتكلم وتدخل في هذا المجال أنت تريد أن تنفع الناس التماسا بما عند الله عز وجل هذه الأمور التي تكون من شخصية الإنسان الناجح الذي يزداد في كل يوم تجارب يزداد في كل يوم رفق يزداد في كل يوم رحمة يزداد في كل يوم تودد إلى الخلق التي تجعله إنسان عامل في كل يوم سيستنتج طرق جديدة تجعله إنسان يشعر بالنجاح من الداخل فيرضى عن نفسه ويشعر بعد ذلك بالسعادة والطمأنينة إذا لم أستطع أن أحقق هذا الهدف أعلمه وأدرسه أن السلامة لا يعدلها شيء السلامة لا يعدلها شيء فإذا كبع عن مثل هذه الأمرين وبيّن له أن الإنسان إذا وقع لابد أن يكون عنده من الأمور الدافعة التي تحقق له السلامة من جديد هذه الأهداف يعني إن كنت رأيتها في نفسه حمدت الله عز وجل أنني وصلته إلى بر الأمان حتى إذا كبر تذكر يعني كم من الأمور اللي لما كنا صغار كان يرغمنا عليها الآباء ما كنا نستوعب والآن كثير من الشباب بعض الفتيات الصغار تعاند أمها في شيء هي لا تستوعب النظر التي ينظر إليها مثل لما كنا في تلك المرحلة ما كنا نستوعب لماذا يقولون دقيقين في طريقة المشي لما كنا نمشي بطريقة معينة يقول امش ورع رأسك لا تنظر إلى الأرض لماذا لما تكون مثلا تعامل مع الناس في مدة اليد اليسرى يقول لك مد يدك اليمنى وهم ممكن أنهم أخذوها من باب العادات لم يعرفوا ممكن أن لها آثار تبينها وأن هذه من أمور الشريعة التي أمرت بها لكن تنظر إلى هذا تقول لماذا هم دقيقين لماذا ينظرون ليه الأب يأخذ أولاده ويصطحبهم معه للمجالس العامة من أجل أنه يكسر الهيبة حتى بعد ذلك يستطيعون أن يدخلوا مع المجتمع لأنه وراهم حياة رحم مثلا يجي في مسألة فيها وظيفة له مدير له رئيس قسم له زميل منهم الطيب منهم الشرس منهم يريد أن يكسر شخصيته لما تجرأ يستطيع أن يميز بعد ذلك في وقتها يرى أنها نوع من الإضطهات يرى نوع من التسلط لما يكبر يعرف أنك قدمت له أكبر خدمة ممكن أن في سبيلها ضيعت كثير من الأيام الجميلة في حياتك لما يتذكر الإنسان أحيانا فعل والده فعل أخيه الكبير يقول ولما كانوا يفعلون كذا كذا لما تذكر حياتهم تجد أنهم في كثير من الأحيان كانوا يمنعون نفسهم من كثير من اللذائذ بسببك ممكن يسافر يوم الأيام السفرة هو لا يرغب فيها مرغما من أجل أن يكون شخصيتك لن تستوعب هذا لما تصل إلى المرحلة ممكن يخرج أولاده وهو ما يرغم مثلا بمصاحبة الصغار لكن يقول هذا أمانة في يدي يجب أن يكون شخصيته ممكن أحيانا يذهب إلى بعض المجالس لا يرغب بها لكن لأنه يعرف أن المرء لا يستطيع أن يربي أولاده لوحده لا بد أنهم يخوضون المجتمعات ولا بد أنهم يخوضون في التجارب وهذه تغري الشخصيته ممكن أنه أحيانا يجبر نفسه على الذهاب إلى مكان معين وهو لا يرغب فيه لن تعرف هذه الحقيقة إلا بعد أن يكون الإنسان في نفس المقام النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث قال إذا كلف أحدكم خادمه بشيء فليعنه شوف هذا الحديث عظيم من الفوائد التي استنبطها أهل العلم أنك لن تستطيع أن تحكم على شخص حتى تكون في نفس الموضع تقول لخادم أو لعامل من العمال احمل هذه الحاجة وتعطيه مبلغ من المال وترى نفسك متفضل يأتيك يوم من الأيام تضطر إلى أنه لا يكون عندك أحد ومضطر أنك تذهب إلى مكان وتحمل حاجة لما تحمل الثقل على ظهرك تعرف الذي كان يعانيه فلما تعطيه شيء ربما هذا يدفعك إلى أنك تعطيه شيء أكثر من عنده فيما بعد تقول سبحان الله كان يحمل هذا الثقل وأنا كنت لا أحس شال كرتونين وثلاثة وأربعة يحملهم وأنا أظن أن هذا من وظيفته وهذا ممكن شيء زائد كان يكون خادم المنزل الذي جاء لي وظيفة معينة لما تدخل في نفس المجال ترحمه تكرم وهكذا كثير من الأحيان بل أنه في أغلب الأحوال أنه في بعض الأمور ننظر إليها نظر نظري ونشوف أنه أمور عادية وأمر بسيط ما نعرف مقدار هذا الشيء حتى ينتقل هذا الشيء إلى أن يكون واقعاً في الحياة التنظير غير الواقع الآن نتكلم عن بعض المشاكل وأن كيف نحل المشكلة وكثير من الناس الآن بعض التجارب والذي يخوضون في بعض البرامج التدريبية دائماً لما يتكلمون على بعض الغضايا يأتون إلى بعض التجارب يجعلونها قواعد هذا خطأ هي تجربة التجربة تختلف من فلان إلى فلان ما يحسن أن كل من استشارك في قضية في ابن أو قضية في زوجة أو قضية في زوج أنك تعطي الناس نفس الحل وإن كانت الوقائع نفس الوقائع بل يجب أن تعرف حال الشخص الآخر كيف يعيش لأن هذا الحل تعطيه لفلان يصلح معه لا يصلح مع الآخر مع أنه نفس الوقائع نفس الحال نفس النتيجة تعطيه لزوجة مثلاً معينة تقول فعليه كذا 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 هي فاعلة أكثر من عنده فتعرف أن الخلل عندنا بالشخص الثاني يعني أذكر مرة من المرات كنت تعاونت في المحكمة في مسألة الإصلاح الأسري لما يأتي الشخص لوحده ما تحل المشكلة لأن المشكلة ليست في الشخص الذي جاءك الذي جاءك يريد الحل ودليل أن يجاءك المشكلة في الشخص الآخر في الغالب لما يأتي الشخصين أمامك تحل المشكلة تقرب وجهات النظر تبين أنك أنت مخطئ ليلي أنه جاي بالحل ما هو جاي بمشكلة ودليل أنه جاء مع صاحبه فتجد الزوجة والزوج تقول أنت خطأت فيك هذا كذا الصواب أنك تفعل أنت أفعله كذا يقول لا هذا ما يصلح إلى آخر تخير أن في أغلب الأحوال أنه يخرجون مصطلحين ليلي أنك خلاص أننا جاينا الحل ما نبي مشكلة ونبحث حل وجينا أثنين معنات الأثنين سيقتنعون بالرأي مسألة هذه أننا ننظر إلى معيار واحد ونتكلم به دائما ونشوف أن هذا هو الحل يختلف هذا من ناحية الأحوال من ناحية وقاع الناس وهذا يجب أن يوضع بالمنظور من أجل أنك تحقق الهدف لا بد أن تراعي مثل هذه الفوارض دكتور في التربية مثل حلم يعني أن الولد يكون ولد صالح جدا وعالم أو دكتور أو مهندس أو غيره وحيانا الإنسان يعيش بعض الخيالات ويرفع صقفة التوقعات وقد هذا يضر بالأبناء أنه بيضغط عليهم أكثر فأنا بنفرق بين أو يعني يشير إلى مسألة أن التربية هي بين واقع وخيال شو أهمية دراك الأمر هذا شيء واقع يلازم يكون نعم الواقع أنه لا بد أن الإنسان يكون ذا يقين شديد بالله عز وجل أن بيده الإعطاء والمنع وبيده سبحانه وتعالى النفع ما إن شاء أعطاء وإن شاء منع يمنع لحكمه ويعطي لحكمه لا بد أن الإنسان يضع هذا في قلبه ويتصوره ويؤمن به لأنه ممكن أنك تجمع جميع الأسباب التي توصلك إلى هذا وتطمع أنها توصلك ولا تحقق شيء تجد ثنين من الشباب يدرسون في كلية معينة أحدهم حصل على درجة عالية تؤهله لدخول الجامعة والآخر حصل على مستوى متدني لا يؤهله إلى ذلك هذا صاحب المعدل العالي اغلقت نفسه عن مسألة إكمال الطريق شوف موسى عليه الصلاة والسلام لما أرسله الله عز وجل إلى فرعون ما دعا بتيسير الأمر بداية لما أمره أن يذهب إلى فرعون داعيا قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري أولا أن يشرح الله عز وجل صدرك لهذا الشيء لأنه إذا لم ينشرح الصدر قد تكون التجارة الناجحة أمام عينيك وتعرض لك وتقول لا أريد قد يكون زوجة صالحة فيها جميع الأسباب التي يطمع بها الرجل ومع ذلك تعرض عليك ولا ينشرح صدرك أن تدرج قد يكون رجل مميز ويعرض على امرأة ولا ينشرح صدرها أن تأخذه فانشراح الصدر والإقبال عليه وأن يقبل عليه بسعادة واطمئنان هذا دعا به موسى عليه الصلاة والسلام قبل العمل فإذا انشرح صدره وأقبل عليه دعا الله عز وجل أن يسر له التربية من هذا النوع المرء هو مأمور ببذل الأسباب وبذل الأسباب النبي صلى الله عليه وسلم علمنا فيها قاعدة وهو مسأة الإجمال وهو أنه قال إن روح القدس يعني جبريل نفث في روعي يعني في قلبي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها ما ينقص منهم شيء فأجملوا في الطلب أجملوا في الطلب تبدل الأسباب وتبقي الشيء الباقي على الله عز وجل لأنه مسألة التفصيل والتدقيق يخوضك إما إلى وقوع في حرام وإما أن يوقعك في إتعاب نفسك تصير دقيق جدا الناس تنام وأنت لا تنام تفكر في شيء أصلا هو مقضي من جانب لم يقل أحد لا تبدل السبب لأن عدم بذل السبب هذا ضيع للعقل ما في شيء يجيب بدون أسباب وفي الجانب الآخر لا تدقق على نفسك حتى تهلكها بحيث أنك تتعب نفسيا تفكر ليه الآباء أكثر الناس الآن أمراضا أكثر الناس ضغط ما يشعر الناس في منزلة الأب حتى يرحل عن هذه الدنيا الإبن ينام وهو يفكر في مستقبله الإبن تنام وهو يفكر في طريقة حمايتها من جانب وفتح الطريق لها من جانب حتى في الأمور الدقيقة في الدراسة تجد الأب صاحب تفكير وهم حينما يتعثر بعض الأبناء يرى أن هذا من الوسائل الجديدة التي تعينه على مثلا سبب من أسباب الرزق تجد أن الإبن ممكن ما يتصور هذا هذه إذا أيقننا بذلك علمنا أن مسألة أمور التربية كونها واقع على ما تريد هذه مننا من الله وإذا كنا على هذا نحن لا نملك إلا الأسباب تأخذ بالأسباب العامة مع الاعتدال لأن إذا لم تكن تسعى دائما للإجمال ممكن تتحول إلى مسألة الضغط الضغط النفسي يعني لما تضغط على إنسان نفسيا تشتت تفكير لا يستطيع أن يفكر يعني تريد أن تضع أمامه هدف الآن هو الهدف يسعى إليه بضغط نفسي منه أنه يريد أن يصل إليه ومنه بضغط أنه يخاف أنه يكدر الوالد لأنه يريد هذا الهدف يريد أنه يصل إلى هذا يخاف أنه لا يصل إليه تكون هناك مشكلة يجب أن يكون عندنا الأمر باعتدال وهو مسألة أننا نتمنى نعم واقع جميل ونتمنى أن يكون هذا الواقع في حياتنا لكن أنت أنظر أنظر الآن للمجتمع الذي حولك ينازعك ينازعك لذلك إذا كنا نتمنى يوم من الأيام أن نصل إلى نتيجة 90% ممكن الآن تخف عندنا يقول السبعين زين أحيانا ممكن تمنينا السبعين ما يحصل السبعين لكثرة المنازعات توصل إلى خمسين لما تسعى إلى هذا أول شيء تفعله أنه إذا تريد أنه الواقع الذي تسير إليه باعتدال أنك تلجأ إلى الله ويكون الإنسان كثيرا الدعاء لله هذه علامات المؤمنين هذه الأسباب تختلف من شخص إلى شخص تختلف على حسب الإمكانيات الإمكانيات أيضا تختلف بين العقول مثل ما ضربت لك مثل أنا أعرف ناس لما تفوق وقالوا له أكمل الدراسة قال ما أكثر ليه؟ قال خلص مليت إنع السنوانة بين المدال نسبتك عالية حرام دخلك للجامعة قال ما أبي وصديقه معه كان إنسان يا الله يمشي بالدراسة جاءت له فرصة وخلص الجامعة وخلص الماجستير وخلص الدكتورة فإذا به أصغر دكتور يدخل في تاريخه في الجامعة وهو كان في بداية الأمر يا الله يدف نفس الإدراسة هذه عطية من الله لحكمة ليس معنى المعطى هو أفضل وليس معنى المحروم هو أسوأ قال الله عز وجل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه هذا اختبار هل هذا يشكر؟ هل هذا يكفر نعمة الله؟ هل هذا يحمد الله على ما أعطاه من النعمة؟ هل يتذكر ما كان فيه من قبل في مسألة الشدة والتعنيف كونه ليس حتى إذا في الغد تولى شيء كان رحمة على أولاد الناس رحمة على من تحت يده كلها دروس لذلك ما أجمل أن تكون هذه التربية واقعة لكن في الوقت ذاته يجب أن يقلل الإنسان من طموحاته خصوصا في هذه الأزمة حينما نقول سالفة فساد مو فساء لكن قبل ممكن أنك تطمع بخمسين بالمئة أنت تجوف الآن شباب تخطفهم الفتن للنار يجب أن توسع دائرة العذر يجب أن تكون رفيق حتى في النصيحة تدري الآن بعض مرات تنصح بعض الناس في أمر ومع ذلك كنت تنصحها تقول لا تضايق مني مع أن الأمر بسيط والأمر سهل لكن تعرف أن الدوافع الآن قوية ما حوله كله يحرضه على رفض ما تأمره به مع أنك تقول له شيء وبرفق وبلطف ومع ذلك تقول خاف أني ضايقتك خاف أني يقولك لا بالعكس كلام كوز صحيح كان هناك طلب بالرفق الآن نريد أن نترفق بالرفق ذاته حتى طريقة النصيحة طريقة الكلمة فم بالك إذا الولد عندك بالبيت كم ذلك إذا نظرية الاحتواء اللي يكون عندنا لأبنائنا في البيوت هذا لا بد أن نعمل به يعني ممكن الإبن يكون على سلوك فيه خطأ مو لازم أن أكون مكشوف أمامه في كل ما يدفعه مدام النهاي يبني محترم أعالج من بعيد أحيانا يكون هناك ملاحظات هل أخلي الناس يحتوونه يعلمونه أخلي الناس هم اللي يعلمونه يدلونه على الطريق رغم أنه ممكن أن السلوكه ما يعجبني يعني أذكر بعضهم يكون في بيت واحد يقول لي واحد يقول كنت أستغرب من خوي عامل واحد من عياله سبحان الله بطريقة لطيفة وعيالها الثانين حازم معهم ليس بظالم لأن الحزم لا يعني الظلم وقلة الأدب جل كالله السامعين لكن يقول كنت أشوفه حازم وهذا يكرمه يقول كنت في نفسي أنا لأنني ماني أبو الأبو غير الأبو نظرته غير فيها حنان فيها عاطف فيها نظر إلى البعد يقول أنا خارج الدائرة خارج الدائرة ما يستطيع الحكم يقول فكنت أستغرب فلان ليش يفعل هذا الفعل يقول سبحان الله بعدين عرفت أن أخوي في منتهى العقل والحكمة هذول اللي كان يشد عليهم لأنهم يشوفهم رجاجيل واثقين بنفسهم تكهانة يعرف أنه مهما شد بطبيعة الأبو الشدة المعتدلة أنهما رح يخرجون عن الدائرة الثاني ما زال يترفق فيه على فشله حتى ثبت على الطريق وخذها لسنوات إلى أن عقل على طريق فالنظرة تختلف في مسألة العطاء في مسألة النظر الاحتواء يحتوي على ما عنده من السلبيات تتركه أذكر في بعضهم يقول أنا أفكر يسولف معاك بلغة تقول فكرة أطرد دائرة من البيت كنت أقول آه هذا خطأ أكبر خطأ شون تطرد دائرة من البيت ليش وين يروح تطرد دائرة من البيت وش سوه يعني في أشياء ما تستحقل هذا من العصبية تستحق أن ردة الفعل المضاعفة لذلك حتى التربية لما نتكلم عليها ويتكلمون عليها أهل العلم وحتى تكلموا على التأديب وعلى الضرب قالوا الضرب المقصود به التأديب للعقوبة التأديب أن يصير ألم نفسي لذلك هو من ضرب خفيف لو لجأ إليه حتاجه يتجنب الوجه يشد عليه قالوا المقصود أنك تضع على جد التضرب مو أنك تجي تضرب ضرب البهائم أجلكم الله مثل من يضرب زوجته ولا يضرب أولاده لأنه مو المقصود يلحاق الأذى حتى في الحدود حتى في الحدود لما جابوا على مسألة حد الغذف والجلد قال لا يرفع يده مبالغا فيه يكون في الوسط ولا أنه ينزلها يكون الضرب في الوسط حتى الصوت قالوا لا يكون خلق يعني قديم ولا يكون جديد وهذا حد من حدود الله شوف حتى القواعد الشرعية قد تكون في أبواب أخرى لكن نستطيع توظيفها في مثل هذه المجالات لأنها تجمع لأن بعض الأمور المشتتة فرحة أتكلم عن أسس بناء شخصية طفل وأظن هذه يمكن من أهم المحاور خاصة في الزمن هذا بس قبل هذا أنتظر نقطة أن معاملة الطفل في حالة النشأ وهو يكبر متى نبدأ فعلا نأخذ الموضوع بشكل جدي من أربع سنوات سبع سنوات ولا بعد إياها لخلوه لأن خاصة هناك دراسات كثيرة في الطب النفسي وغيرها أن كل البلاوي التي تستيقظه في الكبر ترى منشاها من الصغر بعض المواقف بعض النواعي التربية فهمت كم معاملة الطفل في حالة النشأ طبعا هذه المسائل حتى وإن قلنا أنها تكلم عليها كثير من أهل التربية والنفسية في وضع القواعد هي القواعد استمدوها من طول الزمن طبعا أنا كتبت كتابة اسم التربية العاطفية للأبناء وفيها الفترة هذه جرت كتب كثير منها أجنبي استفت منها حقيقة في طريقة التطبيقات وإن كنت أحمد الله عز وجل أني ما وجدت قاعدة ذكروها في هذه الكتب إلا موجودة في الشريعة الإسلامية وحمدت الله كثيرا على مثل هذا الأمر حتى القاعدة التي أجمعت عليها جميع الكتب التربوية منصوصة عندنا في السنة النبوية ما جاءوا بجديد لكن أنهم فعلا ناس متمرسين دخلوا دورات تدريبية بعضهم أخرج الكتاب بعد 35 سنة بعضهم بعد 30 سنة يقولوا عقب الخوض في الدورات التدريبية وبرش العمل والتقاء بكثير من الناس أخرجت هذا الكتاب لذلك تلقى الكتاب ناضج لكن أقول لك حتى من جميل ما رأيته أن كلهم أجمعوا في الكتب هذه أن أساس التربية يقوموا على العاطفة لما طلعت في السنة النبوية وإلى أكثر حديث النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع الأطفال كانت تقوم على العاطفة وأمر بها عليه الصلاة والسلام قولا وفعلها على أرض الوقح لما جاء للحسن والحسين طريقة التعامل معه حتى أنه نزل من المنبر عليه الصلاة والسلام لما دخل الحسن والحسين وكان يعثران في ثيابهما وهو يخطب أعظم رجل في أعظم مقام في أعظم موقف وفي أعظم مكان ومع ذلك عليه الصلاة والسلام نزل من المنبر وهو يخطب قطع خطبته وحملهما معه على المنبر وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة رأيت هذين يعثران في ثيابهما فنزلت وفحملتهم مع كتر عليه الصلاة والسلام لما تشوف هذه ممكن الناس يتأثرون بالعنصر الأجنبي لما يكتب هذا موجود عند الناس يعني على أن بعض الكتب قد يكتبها بعض الأدباء من العرب من أهل اللغة العربية أفضل منهم مقاما وأكثر تأثيرا لكن الفتنة في العنصر الأجنبي موجودة مثل هذه المسائل لما تكلم على أسس التربية وما ذكروه على الأثر العملية لما نأتي إلى مسألة المحور العام حتى أننا نخرج تربية طيبة من صغير وكبير وهذا يجب أن نعرف أن الأساس العام التي تقوم عليها التربية هي العاطفة العاطفة ليس معنى أنه يكون الإبن سيد البيت ليس معنى أن يكون هو الآمر الناهي في البيت لكن العاطفة أن تكون هذه التصرفات التي تخرج معك منبثقة من هذا الجانب يحتاج إلى الرحمة وعلى حسب كل مرحلة يحتاج إلى شيء الطفل بداية التربية وإقامة الرعاية عليه تقوم معك من أول يوم اليوم ليس من المسألة التربية كلا توجيهات التربية مو توجيهات التربية أحيانا فقط تكون في النظر بالعين حتى أن أهل التربية يقولون اجعل لولدك إذا بدأ يتحرك اجعل له مساحة من الحرية وارمقه بعينك لا تكثر عليه الملاحظات اجلس كوم اقعد لا تسوي مو دايم الطفل الصغير يحتاج إلى نوع من الإيواء من بداية حياته وهو أنك تعرف أنه عاجز كليا الطفل الصغير لو تأتي عليه قطة تأكله في أول أيام لو يغفل عنه الناس قطة شريسة ممكن يومين ثلاثة أيام وهو قطعة لحم لا زالة صغيرة يحتاج إلى أنك ترقيه يحتاج إلى أنك تعوذه لأنه لا يملك شيء كان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين ويقول يعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان المهم وكل عين اللامة وكان يقول عليه الصلاة والسلام كان إبراهيم يعوذ إسماعيل وإسعاق بمثل هذا ما يملكون شيء لأنه تعرف أن الشيطان قد يأتيه فيحزنه يوخزه يأتيه في بعض حتى بعض الأمور التي تتحول إلى مرض ذلك جاء في الحديث أن الطاعون وخزن من الشيطان طفل لا يملك شيء لما يكبر يحتاج أنك تعلمه الأشياء التي تليق بعمره والذي تليق بعمره لما يأتي الطفل في عمر معين في الثلاث سنوات ممكن أنه يبدأ يحفظ في الذاكرة وأكثر ما يكون الحفظ والتقليد يكون في عمر الأربع سنوات هذا حسب كلام هل أدب الطفل وتربية لذلك ما ينبغي أنه يرى منظر بين الأب والأم مخل وتظن أنه صغير حتى في مسألة طريقة النوم أنه ما يكون معهم في غرفة واحدة حتى لو كانت غرفة يكون بينهم حاجز بحيث أنه ما يرىهم بعض الأشياء يجب على الأب أنه يكون متحفظا في طريقة كلامه وأسلوبه لأنه يلتقط تجد الآن ذلك الإبن الآن لما تلبسه حتى الثياب والملابس لها تأثير عليه لما الطفل الصغير تلبسه الثوب تجد يتصرف الآن تصرف الأولاد تلبسه البنطنون كذا تتصرف الأطفال بل إنه ممكن حتى الكبير لما يلبس نوع من الألبسة تؤثر عليه لأنه اللباس الظاهر يؤدي إلى تأثير على الباطن هذا شيء علمي عقلي يتكلم على أهل العلم ففي هذه المرحلة يتعامل معه الإنسان بحذر يعطيه بعض الأخلاقيات التي تليق بعمره هذا دائما نبه عليه وهو مسألة أنك تكلم هؤلاء الأطفال بما يليق في مرحلتهم الزمنية تتحمل ما يكون عنده من الأخطاء التي تليق بعمره طريقة التأديب تختلف ليس على كل شيء لابد أنه يؤدب هذا أبو قال لي أقل من خمس سنوات ست سنوات ما يستوعب حتى لو تشوفه مثلا يتكلم في بعض الأمور يناقشك يعاندك يقول لك أبي شيء في بعض الأمور ما يستوعبها استيعاب كامل بعض الأطفال دكتور سبحان الله تحس سعود كبير نعم صحيح لسانهم صريط صحيح خاصتنا بعض البنات نعم نعم فتكون ردة فعل أن الأب ولم يعملونهم كأنهم عشر سنوات واثم عشر هذا خطأ نعم خطأ وهذا جمال الشيء أنه لما تشوف ابنك أيضا كثير الكلام ترى هذه مما يذكرونه مما يقوم الشخصية ومن أسس الشخصية وهو يقولون أكثر الأطفال والأبناء ثقة في نفسه الذي يعطيه أهله مجال إلى أن يتحدث لا تمل من كثرة كلامه بعضهم ممكن تركب السيارة ويسألك على الشيء نفس الشارع كل يوم يسألك يقول لك هذا شنو نفس الشيء لا تضيق منه درعا جاوب عليه وسكت عرف أنه يعيد عليك السؤال مرة ترى كلنا نفس الشيء هذا عقليته يا أخي لا تقول أمس قلت لك أمس قلت لك جاوب بكرة يمل ثاني يوم قلت ترى هذا المكان كذا حينما ممكن أن تسبق تقول ترى هذا المكان كذا على شاء يقول يا أنا عرفت خلاص مسألة أنه لما يكون كثير الحوار بالعكس هذا يطلق لسانه هذا يجعله يعني زيادة الثقة أن الناس يسمعون من عندي حتى وإن كان بعض الكلام عند بعض الأطفال مزعج مزعج بالتكرار مزعج بنفس السؤال مزعج يبقى عندنا مسألة التقويم لا تكتمل لأمامك عطى مجال إلى أنه يدخل في المجال الذي استهواه أو بدأ أنه دائما يكرر وهو يعيد لكن يبقى عندك التوجيه خل في مجال التوجيه والتوجيه ليس دائما وكذلك حتى العقوبة على الأخطاء لا تكون دائما والأخطاء ليست واحدة يعني مثلا عندنا طفل عنده عصير وكب العصير على فرشة تنغسل يخل فرشة مع قامة الدنيا ما هي مسألة يجي وطقة وليش وما تعرف تمسك ما يستاهل مسألة بسيطة جدا لكن طفل يلحق أخوه بسكين أو أنه يضرد وراء أخوه بشيحات هذا أول شي تعرف شلون تأخذها من عنده ما تلحقه لأنه ممكن تخسره ليدك وممكن يطيع على الآلة الحادة هو يتأذى تأخذه بذكاء ثم بعد ذلك تؤدبه على حسب هذا الخطأ بعد ما تمسكها وتجي وتودد لا 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 جيبها جيبها لا انشاطر تأخذها من عنده تأدبه الجرم ونفس الجرم تسألت بعض النسوان الآن ممكن ابنها يسوي شي وما تقول لها شي أو أنها تصرخ عليه وإذا جاء الوالد قالت له ترى فلان سوه كذا كذا وأحيانا الخطأ الذي سواه خطأ شديد فيه إيذاء للآخرين إيذاء للإخوان إيذاء للخوات إحراق بيت وتلقين الوالد ردة الفعل عنده تكون ردة عادية لماذا؟ لأنه ما شهد الواقع إنكلم هذا طفل صغير ليس مستوع أنك تطق على شيء قبل ثلاث ساعات أو أربع ساعات ليس مستوع لا يدري ما هو السالفة نساها أصلا طفل وحتى بعدين تسبب لسالفة الرعب أنت شاهد الحالة أدبع وانتهى الموضوع والأمر الثاني ممكن الوالد يأتي في حالة يريد أن يشبع من أولاده عاطفيا وانت جيت عليها على طن لا يقدر يعاقبهم يقول إن شاء الله شاء الله فهذا يجرع الابن فلن تتعامل مع الخطأ مباشرة وبما يليق به يعني ما نأتي إلى بعض الأخطاء نكبرها بحيث أنها تكون المسألة كأنها من الغواصم الأخطاء تحتاج إلى احتواء صحيح نفقد الصبر كأباء نفقد الصبر كأمهات صوصا الإنسان العامل الذي يعمل في الخارج تكون عنده ضغوطات خارجية لما يأتي للبيت ويجد مشكلة هو يظن أنه سيأتي إلى راحة مئة بالمئة يجد أماما بعض المشكلات لكن يا خي تأتيك في خارج البيت وإن كان هذا من حقك أن تأتي فترتاح في بيتك وهذا لكن هم ما لهم ذنب هذه طبيعة الحياة لما الآن تجد بعض الآباء ولا بعض البنات وخصوصا في هذه الأزمان اكثرت اكثرت في كثرة مقاطع الناس مع الأسف الشديد ما يبينون لهم أنك أنت معجور على ما تفعل مأجور على صبرك مأجور على بذلك كثير من المقاطع الآن تعلم الناس مسألة أنك تعطيني معطيك هذا مو صحيح يعني مسألة أنها بعضهم الآن عيشي حياتك بناتك بكرة ما يدرون عنك هذا خطأ بعض الناس عيش حياتك وترى هذولا بكرة كل واحد يطلع ببيت بروحه وما يدرون عنك هذا خطأ ما يصلح مثل هذا الطرح هذا الطرح يأدي عندنا أنانية يقطع عندنا ويقطع عندنا مسألة التعلق القلبي بالأجور وأن الله عز وجل يعطينا على ما نبدله ما يصير تقطع الصلة وانت ما تدري عيش نفسك وعيش حياتك بما تستطيع بما أباح الله لك لا تنسى نفسك لكن أيضا أعط فعظم لما يأتي بهذا الطرح ويقول لي أقول لي أخي أيضا أنت استمتعت فيهم وأنت صغير ترى لما كانوا صغار يكفي أنهم كانوا يغيرون جوك هذا لما يضحكونك الآن ممكن أخفوا عنك جلطة أنت كنت غضبان بشي ممكن أنك مخنوق يجي هذا الطفل يواسيك يقول لك كلمة حلوة ترى غير جوك يا أخي هذا قدم لك جميل طيب تعامل معه بنفس التعامل ما يصير حنا مسألة أنه تعطي وعطيك ليس الواصل بالمكافئة هذه قاعدة جميلة الإنسان الذي يريد الفضل ويريد الأجر ليس الذي يفعل الشيء عن مكافئة وهذه قاعدة ترى في جميع الحياة زوج سيء لا تتعاملين معه على أنه زوج سيء أنا أتعامل بما أوجب الله علي وأطالب بحقي ما أعطاني الله على الزوج الإقتص زوجة سيئة أنا أقوم بواجبي وأطالب الشيء اللي لي ما أعطاني الله لي يقتص يعني الحين أذكر مثل بعض مرات يحصل عند بعض الناس في الخصومة من ناحية الطلاق بعضهم إذا طلق زوجها حجبت أولادها عنده حتى أنه لابد أن يرفع دعوه عشان يشوف أولاده ليش؟ الرجل ما صلى أحلي بس أولاده ما لهم علاقة بالمغرع بعض الرجاجيلة الآن إذا طلق الزوجة أهم النفقات لأولاده لأنه موجود عند الزوج يقول يرى أن هذه وسيلة الرطاق حتى ترجع المرأة هيجوز لك يا غي هنفقات الأولاد هذا عيشهم وأولادك يصيرون معوزين يصيرون محتاجين أمام الناس تريد أن تعاقب الزوجة ما لها علاقة هذه أمور يجب أن تفصل وذلك لما يكون الإنسان يريد تأسيس أبناء ينظر إلى مراحل العمر مراحل الطفل لابد نعرف أنه من بداية الأربع سنوات هذا سن التقليد والخمس سنوات يبدأ ذكي ويحفظ كل شيء الكلمة التي تقال أحيانا تكون أمامه لابد أن تكون دقيق كيف مثلا أولادك طلبوا من عندك أنك توديهم مكان وقلت لهم بكرة بالليل بكرة بالليل معناته ألغي جميع المواعيد اللي عندي وأوديهم لأن هذا مو كبير عشان تجي وتقول لا ترى أنا والله صار عندي ضرف ما يستوعب يحكم عليك أنك كذب خلص انطبع عندي أن أبوي الأب الكاذب أو إن شاء الله خير إن شاء الله خير ما في إن شاء الله خير خلاص أجبع كل موعد عندي هذا ما يتحمل حتى لا تغرس فيه الكذب وانت ما تدري فما بالك إذا كان بعض الناس تربية وسيئة يغرسهم على الكذب مباشرة مو هذا المو من غير قصد صار عنده ضرف اللي مثلا يسأل عليها أحد قال له مو موجود يمدح واحد قدامه وبعدين يقول له هذا مو زين ما يصير المسألة اللي آبد أنه تعرف أن التربية بالقدوة قد تؤثر أكثر من القدوة الأثر بالكلام بالكلام شوف الصحابة على نباهتهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي شوف 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 كيف التطبيق والسنة النبوية مباركة قد تكون في أبواب مغايرة لما نتكلم فيه ونستفيد منها في جانبنا هذه من بركة السنة النبوية وهو يصلي عليه الصلاة والسلام خلع نعاله فخلع الصحابة نعاله قال ما بالكم خلعت من نعاله قالوا رأيناك خلعت فخلعناه لأنه شافوا النبي عليه الصلاة والسلام قدوة وضعوه أمام لهم وهم يعرفون أنه إمامهم الذي يقودهم لكل خير فاستيقنوا هذا في قلوبهم فقال لقد أخبرني جبريل أن فيهما أذى آنفا ولذلك خلعته عمال اقتداء الإبن والإبنة في فترة الصغر يرون هذا الوالد والوالدة عملاق بالقدوة يرونه في كل شيء لذلك كل شيء محسوب الأخطاء محسوبة الإيجابيات سيأخذونها يجب أن يكون صدوق اللسان في الوعد في التأثير في طريقة التعامل لا يبدلهم وجهين لأنه بهذا أول درجات الإفساد هذا من ناحية الصغر وغيرها ومع مجريات الحياة لكل مرحلة ما يناسبها لما يكون الإنسان يبلغ عمره بعد العشر سنوات طريقة التأديب تختلف وكذلك طريقة العرض بطريقة الطلبات لما يكون الإبن صغير تقول افعل ولا تفعل نروح اليوم جيب الشيء الفلاني طبعا تختلف طريقة الحوار لكن يفعل يفعله يقولون في فترة لما يكون في منتصف العمر من الأربعة عشر خمسة عشر وغيرها وبالمناسبة هذي يسمونها بعض الناس سن المراهقة وقد قرأت في هذه الكتب التربوية وفي أكثر من كتاب يقولون أن هذه المرحلة يراها بعض الناس أنها مرحلة أزمة يسمونها المراهقة قالوا ومن خلال الدراسات أن أكثر من ثمانين بالمئة يمرون بهذه المرحلة ولا يقفون عندها أصلا طبيعة الحياة هذا تقسيم ترى قسموا بعض الناس من يقولك من باب أن تختلف طريقة الطرح فظن الناس أنها مشكلة وأن خلاص لابد أني الآن مقبل على مشكلة وشلون يحل ما مشكلة هو طريقة الحوار يقولون في الصغر أنت تأمر الأمر المباشر لما يأتي في مسألة هذا العمر منه يقول أنت تريد الشيء وفعله لكن طريقة الطرح تكون مختلفة يقول ما رأيك أنت تريد أنت تريد أن تريد وكثير منهم ولكن جعلت أني شاركني بالرأي تقول أنت تريد أنت عازم لأن أنت تريد أن تأخذ الأسرة كلها إلى فسحة وكثير من لا يريد أنت تريد أنت تريد أنه لا أكدر على خمسة عشان يروح يروح لا أكدر أن أخذ لي بالبيت فروح فقل له شارك نروح كذا قال لا أنا لا تقول لا لا ستستانس كذا يغير لن ألبس لن أعزم لا أأجي على طول للقرار المباشر جعلت لأختيار لكي يقول شاورني داخليا يقنع نفسه والذي يدري هو حازم أنت حازم يشبع غروره بالضبط هذا الذي يختلف في طريقة مرحلة العمر تكلف فيه هذا شيخ من عشر سنوات هذا من العمر الذي يكون فيه دراك يكون فيه عمر دراك هم يسمون أبو عشرة حين تنبو ثمانطعش قبل حتى وإن كان أبو عشرة في بعض الأمور لا يستوعبها حتى لو قلنا من طريقة تشوف الشباب الآن الأولاد ومثل ما قلت أنت البنات بالذات ملكلكين في طريقة الكلام كلامهم حلو لأن حنا ترى فيه شيء لم يقوله بعد في السنوات الأخيرة اهتم كثير من الناس حتى طلاب العلم حتى التربويين اهتموا بكثرة الكلام عن تربية الأبناء وقل ما تجد أناس ينبهون على مسألة معاملة الآباء والأمات يعني ممكن تصل ما نقول للمضالبة لكن نقول لمسألة الإسراف فصار عندنا جيل عاطفي من جهة الأبناء والبنات يعني الآباء اللي موجودين الآن في الوقت الحالي تجد كثير من الوقت يسعى مع أولاده حين مثلا تلقاه إلى جيل متقدم شوي تجد الأب ما هو كثير الخروج مع الأولاد ما هو كثير قليل الخروج يجلسون عنده في المجلس يتنشؤون عنده في المجلس يصلون إلى عمر معين كيف هل يروح يرعب كورة يروح يستانس في حياته ما هم علاءة فيهم يقول لك خلاص أنا نشأت عندي وانطلق إلى الحياة الآن في الغالب تجد أن كثير من الآباء بالصيف سافر مع عياله عشان يطلع معاهم تجد الآن لو تقيسها بالمقياس تجد أن الآباء يسعون إلى بر أبنائهم أكثر من الواقع الفعلي فما بالك وهذا زين ونعمة خلوا لأولادك يرتبطون فيك خلوا يحبونك لأنه ارتبطوا فيك لأنه من علامات النجاح إذا عيالك يحبون يطلع معاك إذا شفت ولدك ودي يسافر معاك هذا ترى نعمة معناته أنك الآن أنت شخص مقبول وعند شخص في الغالب ما يجامل لأن الولد بالذات يوصل عمر معين حتى تقول يقولك ما بروح ما تكرر تجبره حتى تتكدر على نفسك مو مثلا كله مثل ما ضربتلك مثل عسرة رايحة في أشياء ما رح يوافق عليها لما تشوف يحب الجلسة معاك معناته أنه الآن يعاملك كصديق إذا كان عمر روعا لك أو عليك شوف ما قال تنتظر إلى من بعد الأربعة عشر يعني هذا عنده مدراك لأن هذا سن البلوغ هذا الذي كانوا يبلغون فيه وكان يعاد مال اليتيم إذا رأوا فيه رشدا كل محكومة بالبلوغ ترى ما هي سالفة الواحد وعشرين سنة وعلى البلوغ طبعا تتغير الأزمان تتغير القوانين على حسب المصلحة التي يرونها في ناحية تطبيقها من أشخاص إلى أشخاص ممكن تغير الأزمان والعقول فهذا مسألة ثانية لكن انظر كيف السلف كانوا يفكرون بهذا تحدب سبعة وتصاحبة سبعة المصاحبة تعاملك رجل ما تلغي شخصيته تعطيه مجالي حاور تعطيه مجالي ناقش مدام في البيت ويأخذ معاك ويعطي معاك الآن بعض البنات يجي تبنت سولفين معاك سأقعد معاك ثلاث ساعات كل اللي في خاطر تطلع بس يطبق القرار بالتالي لو مغتنعة تجد أنه وجدت شخص موسيد صدر القرار وكتم خلها تطلع كل اللي في خاطرها عالج ما عندها هذه قضية طبعا مثال من الأمثلة لذلك لما يكون في هذا العمر يكون فيه مصاحبة طريقة العرض يعني يكون فيها تغيير شرايك تروح معاي المكالف لأن تعرف أنت ما يقبل ليه لسبب بسيط رد نفسك إلى التاريخ تجد أنك في هذه الأشياء أنت ما كنت تقبل على الحين تعال الولد قل تعال معاي مثلا بروح نياكل المجلس الفلاني المجلس أنت رايح كل على شان تبيه تزيل في هذه الكتب الأجنبية اللي بعيد عن طريقتنا يقول إذا حددت الرجل فضع عينيك في عينيه إذا كلمت الرجل هذا سبحان الله كيف هن الأميين كانوا الكبار السن كانوا يربون على هذا تشوفك تمشي الشكل يقول رفع رأسك أنت تمشي كلم الرجال طالع له لا تطالع منك خل عينك بعين الرجل لأن هذا تعطيك تعابير ممكن معاجبة الكلام تعطيك تعابير ممكن من بهر بكلامك تعطيه إنه ممكن رجال يشوف كلامك مو شي فتبين له من شخصيتك أني ترى رجال عاقل أنا أكلمك فيما أعرف وأقدر عليه أنا ما أكلمك كلام الانطباعات العينية فيصير عنده تجي الحين بعض الأولاد يتملص ممكن تقول أنه يفتح السطار يشوف أنت موجود ولم يضيق عليه الوقت عشان يروح موجود ترجع إلى تاريخ تشوف أن هذه المراحل مرت عليك أنت فتحتاج إلى طريقة التعامل مع الرفق مع الحكمة مع الرحمة مع أنك تعرف ونكرر عليها دائما أن الوقت تغير المتنازعات كثيرة قبل المتنازعات شخص بالشارع تخاف عليه منه ألا تخاف عليه من أجهزة تغير فكرة تتخلك معه ناس تغير صارت أفكارهم كانوا معتدلين رقلا أصبحوا فيهم سفاه وتلقى الناس كانوا معتدين بالأفكار أصبح عندهم تطرف مما من هذه الأمور التي صارت مصاحبة رغم عنك هذه بالجانب الآخر يجعلك أكثر توددا أكثر معرفة أكثر مصاحبة علشان يفتح قلبك مباشرة هو يعلنك باللي عنده ما يحتاج إلى أنك فكرة لما تستصير المصيبة الأبناء جميلة التواصل معهم وفي على حسب العمر بس العمر معين تأمر بعض التكاليف مع الحرص عليه توصل تبتعلم الشراء توقب السيارة تخليه ينزل يشتري إلى شيء وعينك عليه صوصا في أوقات يكون مثلا هدوء الرجل وتكون أنت موجود مع الحذر أنك إذا كان طفل صغير ما تقول تروح بالوقت الفلاني تروح بروحك في عمر معين تعطيه بعض النصايح هنا من باب المثال تعطي بعض مرة نصايح لأولادك وشيء يكون ولديك أحيانا تخاف عليه أن يمل تواسيه تقول يا أبوك أنا أنصحك في الفترة هذه من 15 سنة ما رح أدري عنك أنا أنشئك الآن أعلمك الذي أقدر عليه من 15 سنة رح يكون لك أصدقائك الخاصين تكون لك أسرارك الخاصة صير لك حياتك الخاصة تكون متفضل لما تجي يعلمني لما تجي تعلمني بعض أسرارك هذا من باب أنك تثق وأنني صديقك وأنك ما علمتني هذا حياتك الخاصة ليه قيس على الواقع الذي تعيش قيس على الواقع الذي كذا ما يكون عندنا إفراط بالحماية حتى يطلع عندنا شخصيات ضعيفة بعضهم الآن من كثر ما يفرط بالحماية على الولد وعلى الدقة مو معناته ما تعرف ربعة إذا قدرت مو معناته ما تعرف وين يروح إذا قدرت لكن الإفراط بالحماية أنك ممكن أنك تحبس حتى بالبيت ما تخلي يطلع يطلع عندك شخصية بكرة كيف يتعلم كيف يواجه الحياة إذا كل شي تخاف عليه يطلع مع الشارع لا مع الشارع يا مع أطفال يكون له خير إن شاء الله اليوم يصير بينه وبين بعض الأطفال خصومة هوشة عورة طبيعي هذه ترك لها الأمور عادية أنا دائما أضحك من كلمة وإن كانت موجودة يعني لكن بدت تكترب المجتمعات حتى الأطفال بدوا يقولونها فلان يتنمر علي فلان هذه كلمة ممجوجة ما نعلم من الجيل أن كلمة يتنمر يتنمر علمه أن مو كل مشكلة أنه فلان وتسلط علي فيه أشياء نعم نقف عندها لأنه يمكن يترتب عليها مفاسد أخلاقية مفاسد أدبية لكن فلان قال لي كلمة تقول له رد علي وقف حدود الأدب وأحيانا ممكن تصير بينهم خصومة وممكن يغلط عليه وغلط عليه تعالج من بعيد البعيد لكن لا يصير عندنا فرط حماية مو جاشكة من طالب أنا أروح الأم ثاني يوم تروح هذا ولا تعد على ولدي مو دايم خليه يواجه المجتمع يصلح بينه عطى مجال حل مشكلتك بنفسك عطى مجال خلها قل لها عشان ينمي شخصيته تقول له هذه المشكلة صح واسمع منه عشان لا يتخذ له لكن قل ترى مسألة لازم أن تتحلها يعني عطى مجالات إني أقدر أحل أقدر أفكر نحن ندخل على قسس بناء الشخصية كيف نبدأ نبني شخصية الولد وشو الأساسيات وهم الأمور اللي لازم نزراعها فيهم نعم الأسس لا شك أنها ما تنحصر يعني هي تستجمع من خلال تجارب الحياة لكن أهم شيء أنها نسعى إلى أن نخرج إذن صالح وأقصد صالح دينيا في الدرجة الأولى لنتعرف الصلاح الديني ودنيوي الصلاح الديني هذا اللي قرة العين وهو لما أشار لها النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة تظهر بذات الدين تربت يدك الصلاح الدنيوي أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر له امرأة كانت تصوم الليل تصوم النهار وتقوم الليل يعني هذا ظاهر عندها فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا خير فيها هي من أهل النهر قال إنها تؤذي جيرانها هذا فيه إشارة إلى أن الصلاح الدنيوي أيضا مطلوب وهو معاملة الناس بالآداب العام بالأخلاق تعطي الحقوق اللي عليك وتأخذ الحقوق التي لك لابد أن نحن نسعى بقدر الإمكان أن نخرج ابنا صالحا حتى لو يكون الأب ممكن ما يكون كثيرا الاستقامة لكن نحافظ نفسه يعني جميل أن نقول حافظ نفسه أي أنه في صلاته في أمور الأخلاقية العام المعاصي قد تكون عندها معاصي ظاهرين وبعض الناس عندها معاصي مستورة سترها الله عز وجل عليها حن بشر ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال كتب على كل بن آدم حظه من الزنا والمقصود بالزنا في الحديث الخطوات التي تؤدي إليه قال فالعين تزني وزناها النظر والأذن تزني وزناها السمع واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والقلب يهوى ويتمن هذا الخيال لا يرده شيء يتخيل الإنسان الصغير أن يحصل على الكبيرة والفقير على الغنية والكبيرة أن تأخذ الصغيرة والكبير أن يأخذ الصغيرة هذا خيال كذلك الخيال في مسألة المنكر أنه يحصل على شيء ليس له قالوا لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد يحصل لهذا ممكن يتيسر له قالوا والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه لما توصل مسألة التطبيق منهم من يرده دينه ومنهم من يقع في ذلك فالمعاصي نقول موجودة عند الناس لكن مع ذلك حتى الإنسان الذي يكون عنده معصية يجب أن يفكر أنه يخرج شابا صالحا يضعه في ميزانه يوم القيامة وتسر عينه فيه وتقر عينه فيه ويفرح كل ما فتح الله عز وجل له باب من الخير فتح الله عز وجل له باب من التدين من الصلاح تجد أن الأب أكثر اقتباطا هذا الذي يسعى إليه في الدرجة الأولى وكذلك أنه يصلح دنيويا أنه يدربه على أنه يكون يواجه الحياة يلابد مثل أنك تحرص أنه يحصل على شهادة من أجل أن يكون فيها صلاح وحاله من ناحية الأمور الدنيوية يحصل لصنعة كذلك أنه تضع لها الطريق حتى يواجه الحياة مواجهة الحياة ليس بمفهوم بعض الناس أنه بالشراسة مواجهة الحياة بكثرة الحرص مواجهة الحياة بأنه نعيش أنه ما يعيش في هذه الدنيا إلا الكذاب تلك القواعد الباطلة لا مواجهة الدنيا بطريقة أنه يلزم له الشيء الذي يوصله إلى نجاح بأسبابه المعقولة يأخذها شرعا وكذلك الأسباب التي يأخذها أيضا من ناحية العرف ومن ناحية مراجعة المستوى العام الذي يعيش فيه لطفا وعرفا فلما يستجمع الإنسان مثل هذه الأسباب وتكون عنده واضحة وتبين له الطريق هذا أول ما يسعى له الإنسان وهو مسألة أن هذا الأساس الذي يسعى إليه وهذا الهدف الذي يريد الوصول إليه ذكرنا ولابد أنه يفهم ويكرر عليه هو نحن نريد الربح والربح له طرقه ومن الخطأ أن نتوهم أن هذا الربح لا نصل إليه إلا عن طريق الكر والفر هي توفيق من الله إذا علمنا أنه لن تصل إلى هذه النتيجة وهذه الخطوة وهذه الثمرة إلا بإذن الله فلا تخالف أمره تسير على المسألة إذا لم تستطع أن تأخذ المسألة ربحا فتأخذها سلامة تأخذها نجاح تعظم رصيدك في مسألة العمل بما يقربك إلى الله عز وجل وبما يفتح إليك باب الخير فلما تسعى إلى هذا وتحققه وتسعى إليه تعرف أن هذا من أعظم الأسباب التي يسعى إليها من الأمور التي أيضا تكون في هذا الباب تقدمها خدمة للمجتمع ولمن حولك أن تجعل الناس يشتسعرون بالأمان من هذا الشخص الأسر وكذلك المجتمع يستشعرون الأمان يستشعرون الحاجة إليه إذا احتاجوا إليه تخيل أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أنه في آخر الزمان تكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لأربعين امرأة وفي حديث خمسين امرأة قيم واحد تخيل هذه الصورة في آخر الزمان يعني رجل يقوم على أربعين امرأة ليس لهم إلا هذا الرجل هذه أمه هذه أخته هذه خالته هذه عمته لأنها قل الرجال فتجد رجل واحد يقوم إذا لم نخرج نحن هذا الرجل بطريقة التربية كيف يقوم فيها لما يكون عندنا إنسان يخرج من الفطرة يخالف من عليه الفطرة ما يستطيع أن يتحمل الأشياء التي يتحملها الرجال لا عرفا ولا طبعا ولا خلقا كيف يعتمد عليه مثل هؤلاء وذلك حتى في بداية الصغر طريقة تعليم الولد أنه يكون متقدما في المشي في سن معين يكون هو جلوسه في مكان يريق في ذهابه مع أخواته حتى لو كانوا أكبر أنه يكون يتقدمهم هذا كله تغرس في أن هذه الأسرة تحتاجك وأنا أبذلك لهذا السبب أنا أبذل للسبب حتى تكون يعني في هذا الباب تقدم ثمرة من أجل حماية هذه الأسرة تستطيع أن تعتمد عليك المجتمع يستشعر الأمان لما يكون عندنا إنسان صالح دينيا إنسان صالح أخلاقيا المجتمع يستشعر الأمان لأنه إذا حصل اختلال في جهة معينة اختل كل من يأتي إلى هذه الجهة لن يستشعروا من طمأنين لن يستشعروا الأمان مع رجل لا يأمنونه على أنفسهم على معاملاتهم إلى غيرهم ولذلك هذا الهدف هو من أفضل ما يسعى إليه تقدم هدية كيف إذا كنت أن تسعى إلى أن يكون ثقيلا في ميزان والديه يشكرك أبناؤك على أنه خلفت لهم مثل هذا الرجل والتربى ولذلك دائما مثل ما قلت لك لما نتذكر بعض الأحداث التي كانت تمر بنا ونحن صغار ورأينا كبر الآباء وعلمنا جهدهم الذي كانوا يبدلونه وعلمنا جهد الأخ الأكبر وبقية تعرف أنهم قد حبسوا أنفسهم عن كثير من الملذات بسبب أنهم يقدموا لك حياة هانية فأنت مطالب في هذا في كل عصر لأن هذا الذي يفعلونه كان هو نداء العرف هو نداء الفطرة قد لا يأخذ منك مبلغ كم أقول الآن ببعض الشباب أقول لن تعرف قدر الأب حتى يرحل عن هذه الدنيا بل إنني مرة ذكرت مقولة قلت أنه تعزي للآباء المناظلين لن يعرف أبناؤك قدرك حتى ترحل عن هذه الدنيا كم أناس الآن أصبحوا في وظائف مرموقة يقول أبي والله ما أخذ مني درها من واحد ووجهت كثير من الناس من كبار تظنهم من أقوى الناس وليس واحدا ولا اثنين ولا ثلاثة وبعضهم لما يتكلم ويذكر أباه على شجاعته وقوته هذا الذي يتكلم معي سبحان الله لما يذكر يعود طفلا ويبكي يقول والله إني لا أتمنى أنني أراه في الرؤية من كثرة شوقي إليه مع أني جلست معه كذا ما أحس أنني شبعت منه لما؟ لأنهم يحرفون فعلا لما يكون المرء في نفس المكان يعرف مقدار بذله وربما الآن بعض الأبناء يثمن لآبائه هذا الشيء وجزاهم الله خير هم على خير لكن الأمر الفعلي على واقع الحياة نعرف أن بذل الصلاح ليس بالأمر الهيي وذلك لأنه صعب نافس إليه عظم مع الناس شيخ متكلم حيني عن موضوع الحب في التربية والحب منه فطرة قد سبحان الله ما يكتب الله أكيد بيكون فيه حب لكن مثلا يحبها الولد أكثر من هذا وهذا مبال عنه وايد مثلا شخصيته أو مزعج في البيت وغيره كيف الأب والأم يتعاملون مع مسألة الحب وشو أثرها في التربية الحب له دور عظيم في مسألة تربية الأبناء هو أولا الذي يبذل الحب هو المستفيد لابد أن نشير إلى أن أكثر الناس أخذن هم أكثر وهم عطان البعض يظن أن هذا الذي يعطي مالا ويتصدق وهذا الذي يعطي مشاعر ويحب أنه فقط يعطي هذا هو أكثر الناس أخذن في وقت الحاجة لما يبرمج الرجل أولاده على المحبة سيعودون في آخر العمر يعطونه ما كان يبذله لأنه كسر الحاجز لما تكون الأم تتعامل مع بناتها بالمحبة وألفاظ المحبة حتى بالألفاظ يا عمري يا حياتي يا قلبي الأب كذلك مع أبنائه لن يخرج عندنا جيل يظنه بعض الناس جيل رخو مو صحيح الاعتدال في كل شيء مطلوب والوسط في كل شيء مطلوب ولذلك الإسلام من عظمته أنه جاء وسطا في كل شيء والناس يعرفون أن هذا الموقف له تصرف وهذا الموقف له تصرف أما نظن أن مسألة أنه لما يبدل المحبة الزائدة أنه سيخرج ولد رخو هذا مو صحيح هو يعرف أنه في هذا المقام هو يتألفه في هذا المقام هو يبدل له المحبة من أجل أن يقنعه بشيء لمصلحته لكن في الجانب الآخر يرى منه حزما في التربية يرى منه تنبيها إذا رأى خط ويفسر أيضا هذا الإنسان الذي بذل له الحب حتى الحزم سيفسره محبة لأنه لو كان ما يحبني ما يهم أمري أنجح ولا ما أنجح ما لا علاقة أتضايق ولا ما تضايق أخسر ولا ما أخسر أعيش بهدوء أو أعيش بغير أهمي على نفسي لكن لماذا هو يشقي نفسها لأنه يحبني المحبة جميلة أن تبذل وتبذل أسبابها النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل بالحب مع الأبناء في غاية اللطف صلواته ربي وسلامه عليه وبذل المحبة مع القريب والبعيد لما جاء الحسن والحسين وقبلهما عليه الصلاة والسلام كان عنده ناس من الأعراب قالوا تقبلون الصبيان والله ما نقبل انظر كيف قال عليه الصلاة والسلام قال أو أملك إن كان الله نزع الرحمة من قلوبكم لو واحد يفكر يقول هذا شيء فطري يعني يا أولاده طبيعي أن يحبهم لكن انظر إلى التعليل رأى أن عدم بذل المحبة في هذا المقام دليل على نزع المحبة نزع الرحمة من القلب وفي الحديث الآخر لما قال لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا قال من لا يرحم لا يرحم الله أكبر كان يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا لا تفعل هذا لكن انظر إلى التعبير حتى يصير تعبير عام ويشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويبين لك ترى أن عدم بذل هذه الرحمة لهم دليل وهذه المحبة دليل على نزع الرحمة من القلوب وأنها عقوبتها ممكن الله ما يرحمك أنك تفعلها وكان عليه الصلاة والسلام تأتيه الجارية الصغيرة فتأخذ بيده فيذهب معها فينهي حاجتها جارية صغيرة ومر على أخ academy أنس رضي الله وعنه وكان يقول له يا عمير يا أبا عمير ما فعلنا غير يمازح عليه الصلاة والسلام وجاع أنس رضي الله عنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم على الصبيان ويمسح على رؤوسهم ويدعو لهم بالبركة هذه الأمور لو تفعلها مع أي شخص سيحبك حتى المرء الذي في أول أمره لا يكون بينكم شيء من المودة حتى الكبار لما يشوف توددك مع الأيام يلين قلبه ويحبك رغما عنه مهما كان ولذلك أيضا للصحابة لأنهم يعرفون هذه الآثار وكيف لها أثر على واقع الحياة عبدالله بن عمر رضي العام كان شيخا كبيرا وقد بلغ عمره سبعين سنة وكان ينادي ابنه سالم بن عبدالله شوف الصحابة على قوتهم وشجاعتهم وشرستهم في الحروب عدلهم ورحمتهم ورقتهم جمعوا جميع الأخلاقيات رضي العام كان عمره سبعين سنة ويدعو سالم بن عبدالله ابنه وقد بلغ سالم أكثر من خمسين سنة وكان يناديه ويقبله ويمزح ويقول عليه رضي الله عنه شيخ يقبل شيخا شيء كبير مع أنه فوق الخمسين لكن ابنه بذل المحبة والرحمة كان بينهم رضي الله عنهم يدرس على الواقع الذي كان يعيش فيه في واقع الجزيرة العربية وما يكتنفهم من الأخطار والقوة التي يحتاجون أي وقت لكن ما منعهم أنهم يبدلون هذا لأن يرون هذا نوع من التقرب إلى الله يرون هذا النوع من النوع المؤثر في التربية وبذل المحبة هذا أمر زائد يستجلب لك القلب لأنه أخي الكريم لابد نعرف أن معاملة الناس في الجملة تقوم على الإحترام شوف الآن الأسرة ممكن تجد أن الأسرة فلان ما يرتضي طبيعة أخليئه من أخوانه مثلا فلان لا يرتضي طبيعة رجل من أصحابه أو من جلسائه حتى لو ما كانوا من أصحابه أو زميلة في عمل الذي يربط في العلاقات الاجتماعية ليس الحب الذي يربط الاحترام حتى الآن بين الزوجين ممكن ما يكون متوفر الحب لذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أقل البيوت مما بني على الحب إنما يتعامل الناس بالرحمة والإسلام والذمم الناس يتعاملون بالإحترام الحب هذا أمر زائد في القلوب لا تحب إلا إنسان الله يفتح لك قلبه ويفتح له قلبك وإذا تجلس مع رجل لأول مرة يمكن أن تكون في بلده وفي بلده وتجد أن هذا الرجل كأنك تعرفه من عشرين سنة ويكون معك شخص يمكن يصلي معك في المسجد في أفضل الأماكن أماكن العبادة ومع ذلك ليس بينكما علاقة وأنت جلست معه في المسجد أكثر من عشرين سنة حتى أنك لا تعرف اسمه ولا يعرف اسمك تعامله بالإحترام السلام عليكم وعليكم السلام حيانا ممكن تعرف أنها أبو فلان تقول لك كيف حالك يا أبو فلان هو يقول لك حياك الله يا أبو فلان وتنتهي لا جئته في بيته ولا زرته ولا صار بينكم أي علاقة هذه طبيعة الحياة الناس يتعاملون بالإحترام هذا من أجل تمرير الحياة حتى تمضي الحياة ويعيش الناس في طريقة الحياة على أمر نعيش فيه بسلام لا تتعدى عليه ولا أما المحبة هذا أمر سايد وأمر لا بد أن يطلب وله تأثير في طريقة التربية الشخص مهما كان إذا رأى شدة حبك خصوصا من أبنائك اللي الواجب عليك أنك تحتويهم رغم الأخطاء واجب عليك أنك تحبهم إنه أمر فطري شوفهم سلمة رضي الله عنها جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت له يا رسول الله بنية من أبي سلمة يعني اللي قبل لا يتزوجها عليه الصلاة والسلام كانت عند أبو سلمة رضي الله عنه وهو معروف بسيرته ولما توفي رضي الله عنه تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فكان عندها عيال في حجر النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله بنية من أبي سلمة إني أنفق عليهم شوف التعليل شوف الكلام كلام العاقل اللي موجود حتى عند كثير من نساء المسلمين والله قالت أنفق عليهم وهم بني ولست بتاركتهم هكذا يعني مهما عيالي ما رح تركهم طبيعي في كثير من نساء الحين لم يجي همال حتى لم يتلقى الزوج بخيل الزوج ما ينفق الزوج ما يخاف الله ما يعطيهم ما يكفيهم حارمهم تلقى الحرم مباشرة ترى أن هذا من واجهة تقول حيالي ما نخليتهم قالت لست بتاركتهم هل لي أجر فيما أنفقت عليهم قال لك أجر ما تصدقت به عليهم التودد والحب في العطية له آثار أحيانا يكون في القول وأحيانا يكون في الفعل فيؤثر على القلوب فإذا انتشر الحب بين الأب بين الأم والأبناء كان هذا وسيلة من أجل أن أقودهم لكل خير أخذوهم بما أريد من المبادئ لو لم يأخذوها أخذا تاما سيستحون ممكن يوم من الأيام يفتح الله عز وجل على قلوبهم يطبقون ما قلت لهم من النصيح ممكن الآن ما يستوعبونها لكن يستوعبونها من الزمن مع الزمن بعد خمس سنوات ست سنوات سبع سنوات ممكن لا نستعجل الثمرة الثمرة مو على كل حال الحب له قدر عظيم الحب له من آثاره غير أنه مسألة أنه يتأثر في التربية أيضا مسألة أنه تكسر الحاجز فيما بينك وبينه لما يكون الأب من أول أيامه يعبر ويقول لولدة أنا أحبك ترى أنت حبيبي أنت كذا لا تستكبر هذه الكلمة ربه مني وقل له كلام حلو البن طبيعيا طبيعيا هي أنثى أمدحها يا أخي أمدحها على شكلها لبسك حلو اليوم شكلت حلو ما شاء الله هذه عبارات التودد التي تؤدي إلى المحبة ممكن تشتري لها ثوب يوم من الأيام شرط تلبسها ما تلبسها ما تقول والله وجدت هذا الثوب وشفتها والله تخيلت عليك أنه يطلع حلو وسيلة من وسائل الحب إذا فعلت هذا أنت تفعل لله ومن أجل أنك ترى شيء هي لا تراه وكذلك للابن وبالتالي لما تكسر عندهم هذا الحاجز تلقى البنت يوم الأيام تغزل بابوه تكتب له عبارات حلوة يعني تكتب له عبارات غزل بينه وبين أبوها مشبع عاطفيا مشبع عاطفيا لماذا؟ لأنه هو الذي يكسر الحاجز وأحيانا قد يكسر الحاجز ومع ذلك يكون عندنا انصراف من الأبناء عن الأب وعن الأم ليش؟ لأن عندنا بعض الأبناء يعيشون الحياة الوهمية يعيشون في دائرة الوهم وهذا موجود وهذا نوع من أنواع التأثير المجتمعي كيف؟ الأب اللي عندها أبو ما في له مثيل فيه كرمة فيه طريقة سلوبة فيه طريقة حبابتة فيه كذا لكن هي تبتعد عن هذا الواقع اللي تراه في العين وتعيش قصة صديقة له تعيش قصة هي قراءتها تعيش تأثير بعض المقالات اللي تتكلم عن الأب هذه أمها حبيبة طيبة لطيفة ومع ذلك تجد علاقتها مع أمها صلفة ليه؟ لأنها تقرأ في بعض الأمهات اللي تتخيل أمها على نفس الصورة تترك الصورة الواقعية وهترى هذا موجود رأيته عالجته يعني تترك الصورة الواقعية اللي تعيش فيها إلى عباء إلى صورة وهمية واحتحبس نفسها وتتصرب بردود الأفعال من خلال هذا على أنها لابد من الإشارة وانتزاك الله خير يعني فتحت في السؤال وهو مسأة المحبة وقد يتميز بعض الأبناء بالمحبة مهما يكون عندك بعض أبنائك غالي لا تفضله على إخوانه لا بالعطاء ولا بالظاهر شوفوا السلف دقيقين وهذا من نور السنة النبوية لما أعطى النعمان بن بشير أعطاه أبوه هدية أعطاه نحلة يعني عطية فجاء ليخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال لقاعدة قال أكل ولدك أعطيت مثل هذا ولا بس النعمان يعني قال لا لم أعطهم قال ارجع فإني لا أشهد على جور سمه ظلم شوف التعليل قال أي سرك أن يكون لك في البر سواء إذن فلا إذن فلا هذا التعليل يبين لك أن التفرق بين الأبناء بالعطية التفرق بين الأبناء في العطاء ينمي عندهم الحقد ويستشعرون الظلم وردة الفعل ستخرج عنيفة على الأخوان فيكون أول من بث هذه القضية وأول من بنى بناء هذه القطيعة يكون الوالد وهو لا يعلم ومنها كذلك أن المرء لا يظهر المحبة لشخص معين حتى أولادك يحارون شوفهم تلعب هذا وتلاطف هذا ممكن في بعضهم أصلا أنت مضايق منه لكن تعرف أنه ما يقدر يقوم في هذه الحياة لأنه لو أنك تعامل مثل معاملة الثاني ما يستطيع ينهار إمكانياته وأنت كأب ولا كأم تشوفين أنه فلان يختلف ما أبين له أن هذا أفضل يعني بعض الحريمة الآن تأخذ بنتها معاها وحدة معينة دائم دائم ليش قالت فلانا قريبة من نفسي فلانا تذكرني في طفولتي خطأ كلها أخذي الثانية خذيها يوم من الأيام قولي أبي اشتري منابس أنا عندي أشياء بعضهم تقول أنا بنتي كانت منزوية عني مرة وحدة يعني ما تتكلم معاي قلت خذيها ولا تتكلمين خليها مكان ومشي طريق بعيد كأنه كنتم الشغل خليها يتصرف خذيها معاك قولي أشتري غميص عندي مناسبة عندي كذا أنتي مبين عندش ذوق نمي عندها ما تفتقده ما يصلح تأخذين وإن كانت فعلا واقعيا بعض الأشياء الأبناء يكون قريب من أبيها أكثر من الآخر بعض البنات تكون قريبة رحيمة أمها لطيفة مع أمها قليلة الكلام ما تزعجها في الكلام خصوصا إذا كانت الأم كبيرة يبدأ للإنسان إذا كبر يضيق من أدر حتى يمكن صوت الإبرة لو وقع يتضايق من عنده هذه هادية ساكنة الطباع تخليها قريبة لكن أنت أنظر إلى الآثار شوف السلف كانوا يقولون ينبغي أن يعدل بين الأبناء حتى في القبلة فإظهار المحبة لشخص أو كتمها عن شخص هذا وسيلة ممكن كلها آثارها السلبية فيما بعد ولذلك لما تنشر المحبة بينهم المحبة الظاهرية وأنت تحبهم فعلا لكن داخل ممكن يكون فيه واحد أفضل حبا يرائيك هذا كما يرائي طبيعة الحال أنت الآن أي شخص يا أخي لو عاملك بلطف وثاني ممكن أكثر نفع لك حتى دنيوي لكن مو لطيف معاك ما تحب ما تحب طريقته طبيعي أنك تميل للإنسان اللي لطيف فيك طبيعي أنك تميل للإنسان الهادي تميل للإنسان اللي يعرف طريقتك في التعامل لو كان حتى المحبة عند الآخر هذا أكثر لكن ما يجيد تميل إلى الشخص الثاني وهذا أمر مهم تتكلمت عن موضوع حسن مهم خاصة موضوع الأوهام عن طفل هذا عايش وهم معين أو يبقى ينزل صورة معينة على الحياة فيرى أن أبوه أو أمه من أسمين له خاصة تهم عن القنوات اللي طالعة والعوائل اللي يصورون يومياتهم فالولد يتصور أن هذه الحياة اللي أباعيشة كيف أنت ذكرت أنك عالجت بعض الحالات كيف الطريقة الصحيحة للعلاج العلاج أولا يبدأ من أمرين اثنين الأمر الأول يبدأ من نفس الأب والأم إذا بذلوا لابد الأب والأم لا يحطون نفسهم دايم في زاوية الاتهام أنت أحفظ حق نفسك أيضا لما توقن أن الثمر عند الله لا ترهق نفسك نفسيا أنا قاعد أبدل اللي أقدر عليه أعطي اللي أقدر عليه ما لعلاجة بالتوهمات هذا مو معنات أن ما نعالجها نجي لها لكن أيضا أنت أب كريم وأنت أم كريمة احذر أنك تقع تحت الإبتزاز العاطفي الإبتزاز العاطفي أن الشخص دائما يتهمك بالتخصير مثل بعض الزوجات الآن تتهم زوجها دائما بالتخصير وأنه بخيل أنه ما يسفر أنه ما كذا تريد شيء يصير فيه مسكين يبقى طول حياته يعطي مو يعطي لأنه يريد العطاء يريد أنه يعطي عشان يطلع من هذه الصورة اللي طبعوها عليه يجلس مع أصحابه في جلسة يشيرون إليه أنه فلان بخيل ما يجيب ما يسوي كذا يعيش طول حياته يفعل أشياء من أجل أن ينفي هذه الصورة والصورة خلاص انطبعت ما رح تتغير عليك هذا خطأ هذا إرهاق نفسي لك إرهاق نفسي أني أعيش للتبرير للآخرين فعلا أو قولا يعني أني أبررلك يا بكلامي يا أني أبررلك الفعلي حتى أنفي هذه الصورة الصورة عندك متوهم أنا ما لعلاقة فيها أنت مريض الله يشفيك أنت تعالج نفسك أنا أتعامل لابد أن يكون عندي استقلال شخصي أني أعطي الشيء بحده وأعطيه فوق الكرم ذلك بعض الآباء والأمهات رأيت هذا فيهم يبتزون عاطفيا بحيث أن الأبناء دائما يضعونهم في موضع الاتهام في موضع التقليل مهما تعطيه يبي زيادة ما راح تصل إلى حد راح تتحب مهما تعطيه تعطيه محبة يبي زيادة تعطيه سفر يبي زيادة تعطيه من حلالك يبي زيادة تشتري له شيء يبي زيادة طيب ما في سقفة استطيع توقف عنده معنات حياتي كلها راح تكون أرهاق دمار نفسي لي أنا أعطي الشيء اللي عندي وبكرم لكن في وقت معين يجب أن أقول أقف عند هذه النقطة يجب أن أقف عند هذه النقطة هذا بالنسبة للأهباء هذا لابد نعرف أن الإبتزاز العاطفي أكثر ما يقوم فيه بعض الناس من أجل أنه يأخذون من كل شيء وأن تعيش فوق العطاء إرهاق نفسي أنك تريد أن تنفي هذه الصورة والصورة مرسلينها عليك وعلى غيرك وعلى الثالث ما ينبغي لك أنك تكون في موضع الضعف دائما قدام الناس حتى لو كانوا أبناء أنا أعطيه جميع الوسائل المتاحة اللي عندي بذل جميع الأسباب أكرمت غاية الكرم تلطفت غاية اللطف تبتعيش في دائرة الوهم دوري أني أجي واجلس معاك وقول لك الوضع كذا كذا مع فائدة ذكروها أهل التربية منها الفوائد الجميلة اللي مرت علي يقول أنه لو طفلك صرخ على لعبة أو أنه يريد حاجة معينة وأنت ما تقدر تشتريها وحيانا نحن نقول أنا أزيد أقول مو ما تقدر تشتريها ما تبي تشتريها زين يقول لك من الخطأ أنه إذا بك في السوق تقول لك بكرة أشتريها يقول خطأ تقول لها ما رح أشتريها ما عندي يقول لا تعيشها على أمل أن معناته أنها الآن يوم بكيت بس يصير عندي فلوس رح أجيبها لك لا خلي يعيش الواقع أن إمكانياتك تقف عند هذا الحد رح ترتاح بعدها وأنا شفت وأشرت على بعض الناس بهذه المشورة يقول ارتحت لا تعطي مواعيد أحيانا بعضهم يقول أنا أسفر عيالي كل سنة جت سنة من السنوات ما سفرتهم زعلوا كل البيت من الطريق أنه واحد يقول كنت أنا مسويين قروب أسرة ألمني فيها فيقول سبحان الله كنتم مسويين قروب ما للأسرة تخيل صار بيني وبين زوجتي كلام مناقشة ونوع عيالي يقول حنا حق أنا أنا وزوجتي وعيالي بس فيقول يوم صار بيننا نغاش وتطلع الزوجة تكلمت معي نغاشتي بعدها طلعت من القروب قروب واتساب يقولوا بعدين يجيوا العيال ولا يطلعون كلهم من القروب خلوني بروحي فيه كذا قلت قول لا يطلع من القروب ولا يرجع مرة أخرى قلت هذا طبعا أنا صاج ولو أنه ضحك يعني لكن قلت هاي يطلع من القروب ولا يرجع هنا مرة قلت أول شيء لا يضايق عليهم طبيعي إن العيال حتى يمكننا صغار ترى يميلوا المعلوم والمثلة مو مشكلة الحمد للعادية عائلية لكن هذه أيضا تعطيهم طباية عشان يصحى يصحى عط وكل شيء لكن تبقى أنت كوالد ترى الحلقة الأضعف كأب تبقى الحلقة الأضعف مو ما يكرهونك لا بس هم يشوفون دائما أن أنثى وضعيفة الله يعطي الناس فطرة كذا دائما يقول فلا تضايق عليهم لا تجد تعاملهم إنك أنهم كبار وتشرح عليهم أمر بصير عادي مض حياتك عطيت اللي عليك نعم أقول لك بعض الناس سفر كل سنة إذا ما سفر سنة تضايقوا يقول فلما يجوا ناخشوني أقول لا تقول لهم سالفة أنت تقعد تبرر لا تزود بالتبريرات أنتش ليش قال ما ما بي أسافر قلت خلاص قل ما بي أسافر رح يقولون لك فلان وفلان قل صاح أنا ما قلت لكم ما عندي فلوس عندي فلوس بس السنة هذه ما بي أسافر أنا ما لتخلق أسافر مشاعري مو كيفكم لازم وديكم كل سنة السنة هذه ما بي أسافر بعض مرات تبي تروح لديرة أنت تحبها يعني ممكن أن ديرة عند الناس هذه تقول تعالوا معي المكان هذه ومكان ثاني مرة توديهم مجامل بعدين ما توديهم لازم نعيش الواقع الذي أنت تعيش فيه فلما يجي عاد الإبن متوهم ما فيه مثل العلاج الواقعي العلاج الواقعي شفت له تأثير من حالات تجيني سواء بالرأة سواء بالتلفون سواء من طلابي طالباتي ما في مثل العلاج الواقعي العلاج الواقعي كيف لما يجيني شخص الآن في قضية معينة ما أتكلم عن الشخص اللي قاعد يكلمني عليه زوجها قاعد تشتكي من زوج الزوج ما جاني ما أكلمها أجي يعني بسمه جرد أنه فضفضة أنا بحلها مشكلة هي جاية بتحل المشكلة أقول لها أنت سوين كذا 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 قالت سويت أول ما عندك الله الصبر الأمر ما يحتمل الطلاق تبين طلاق تقول لا يقول ما يحتمل ولا يستحق الطلاق مسألة بسيطة صجنة كبيرة والإجحاق والرجال كذا لكن ما أتكلم أنه أقول لا لازم يسوي كذا يزوي كذا هو لو يسوي كذا ما جوق ما صارت مشكلة أصلا لما زوج يجي يشتكي من زوجته أقول لنفس الكلام أقول لأنت عليك كذا دور حول نفسك شو ما وبعدتك صير يمكن أنت ما تبيت يمكن أنت كذا بعدين فعلا يبدأ يغر يقول صح أنا عندي كذا عندك أقول لعالج مشكلتك المشكلة عندك الزوج أنا ما أقول لك زي أنا أنا ما أعرفها بس ما جتني تشاورني عشان أقول لها سوي لذلك أشرت لك الأخ الكريم قبل شوي وهو مسألة أنه لما يجي شخصين قبل مع بعض حل مشكلتهم لأنه ثنين هم موجودين أنا الشخص الثاني هذا العلاج الواقعي العلاج الواقعي لا تشغل حياتك في التبرير أنت تجيب أعوى عيالك الحين فيها أكثر من شخص يقول تجلس معاي مثلا بنتي والذي تقول أنتم 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 تهاجمني هي أمها أقول لها مو مشكلة أعطيني شنو عندنا بس هجوم عرفت الهجوم غير مبرر حياة طفولة أفكار توهمات مع الناس تشوف واقع ثاني وتنزل على نفس البيت أحدهم يقول لنا زوجتي مرة قالت يعني شنو عندنا حين نزود في أكثر من الناس قلت له تعالي تابعت تعرفين الزود يقول توني عاد شاري لها سيارة مع سائق موديل العام يقول فتحت بس الستارة قلت له شوفي أول بيت هذا مو الثاني أول بيت قبالنا هذه مرة أفضل منك قدرا ومقاما قلت لنا نتكلم الصج يعني ولا قصور نفيش لكن هذه أفضل مقاما وممكن عندها ميزات ماذا عنها بنت الحلل شوفي سيارتها موديلها موديل سيارة قبل 15 سنة من سنتنا اللي حمنا فيها طيب قلتوا تخيلي السيارة هذه تركبها وحدة موظفة والسيارة شاريتها من فلوسها والسائق هي تعطيها المعاه الشهري شوفي سيارتها أنت السيارة جديدة والسائق علي واللي يدفع الأخصات أنا شهريا هذا مثال واحد بس لشي تختلفين والبيت الثاني عندهم والثالث فلا تقول حنما عندنا شيء عن الناس أنت ما رح تعرف مقدار النعم اللي عندك فالتوهم أنك تجيب الشخص تقول له كذا عندنا كذا من باب التبرير العام لأول مرة بعدين يعيش تاوهمات تعلم مع الزمن تعلم تبقى يعني ممكن تلميحات عامة يوم الأيام ولذلك تلقاهم هذول اللي يعيشون التوهم تجدهم متقلبين الشخصية يوم تقبل على أمها أنت ما في مثلتش في الدنيا ويوم تلقاها تهاجم ليش ما على حسب ردود الأفعال الخارجية ردود الأفعال الخارجية ما تنتهي ما نقدر حننا نوقفها لذلك أنت مجبور أو أنك مأمور في بداية أمرك في مسألة أنك تبرر بعض الأشياء مع أنك تبقى الحياة تمشي على ما هي عليه لا تشغل نفسك كثيرا في مسألة كيف يكون الناس وكيف يتصرف معهم في الأمر اللي تشوف إنه خلاص وقف الأحد معين سورة كلمان عن موضوع الأمان العاطفي وأنه مهم جدا في تربية الأبناء لا نعرف شو هو المقصود بالأمان العاطفي وكيف نصل للأمان العاطفي أو كيف الطفل يصل للأمان العاطفي مع والدي الأمان العاطفي هو مسألة باختصار ألا يشعر الطفل أنه مهدد بسحب الحب لابد لأن الأمان العاطفي ممكن توفره زوجة عند الإضطرار زوجة توفي أو أنها مطلقة وقد يكون رجل توفي الزوجته وكذلك يستطيع أن يوفره ولو أنه فيه نقص لا شك مهما كان لا يستطيع الرجل يكمل أمانا بغير إمرأة تقوم بهذا البيت طبيعة المنتهي وكذلك العكس لكن مع ذلك يستطيع أن يصل إلى أعلى ما يستطيع من تحصيله الأمان العاطفي أن الإبن مهما تعاقبه وتؤدبه لا تقول أنا ما أحبك لا تقول أنا ترى إذا سويت كذا أنا ما أحبك هذه ما لا علاقة لا يستشعر الخوف بعض الأمهات الآن لو تخاصمت مع عيالها ولا مع الزوج قصدي قالت أنا بروح وترك البيت تخلي عيالك عندك هذا غلط وهم يسمعون على مسامعهم هذه مو وسيلة الضغط على الزوج لأن بعض المرات في بعض الأسر على حسب الأزواج بعضهم مو فارقة معها تقعدين أنت ولا تقعد معهم مربية مو فارقة معها وتظن أنها تأثر عليه وهو ممكن يكون لها أثر لكن هل ستفعلين هذا الفعل لا مجرد كلام طيب كيف يسمعونها الأبناء ولذلك اللي تكثر المشكلات بينهم إذا كانوا عقلاء حتى مع حصول المشاكل لأنه في بعض بيوت كل يوم فيها مشكلة لكن ميزتهم على أن مشاكلهم كثير هو ينظر لها من باب الرحمة ما يريد أن يطلقها وهي تعرف أنها محتاجة إلي ومع ذلك مقادرة على نفسها أنها تسوي مشكلة وأصعب شي أنها يغسو عليك أكثر الناس حاجة إليك هذا أصعب شي يعني يغسي عليك ابن وهو في حاجتك تغسي عليك زوجه وهي في حاجتك يغسي وانت في نفس الوقت عندك من الرحمة الكبيرة والعقل الكبير اللي منعم الله عز وجل عليك أنك تعرف أن هذا القرار خطير أنك تفارقها ولا تطلقها ولا كذا وتلقاك صابر ومحتسب وتلقي ما عند الله وثق أن الله سيخلف لك الله خير فيها ولا في أولاده لابد أن نحقق عندنا الأمان في مسألة أن نبعد مسألة العقوبة في المشاعر العقوبة في مسألة العواطف ما أجي أنك المشكلة تصير بيننا خلص أنا بيأترك البيت وعيالك عندك ابتلش فيهم ما أجي في مسألة لما صير العيال يصير بيني وبينهم زعلوني ذاك اليوم ترى أنا ما أحبك إذا سويت كذا لأن العقليات تختلف والأعمار الطفل الصغير يتساوى عنده الخيال والحقيقة مثل أبو أربع سنوات أبو خمس سنوات وممكن يوصل إلى ستة أحيانا يشوف حلم أن أمة توفيت تلقامة تقدر طول اليوم حاضن أمه وفي ما تدري شنو فيه حتاج إلى احتضان حتاج أن الأمة تبين قريبة مو تقولها لا ما عليك ما عليك وتروح وتنام بدار بروحها مو صحيح هو شايف أنت تقولين لا لا هذا حلم حلم عندك حلم هو في عمرها الصغير مو مستوعب أن هذا حلم هو يراه أن هذا واقع حادث انظر إلى عمره وانظر إلى تاريخك السابق دائما أنت بتعرف القضية لابد أنك ترجع بالتاريخ تقول أنا لما كنت عمره كيف يعني الشيخ بن سعدي له كلمة جميلة هو يتكلم عن أسباب انشراح الصدور يقول أفضل الأشياء التي تؤدي إلى انشراح الصدر أن تعامل الناس على حسب عقولهم لا على حسب عقلك بعضهم يقول لك كلمة هي تقيلة وتجرحك يوم طالع إلى واقعة وإلا هو مسكين حده بالتعليم غير طريقته بالتعاول غير طريقته في التربية البيت اللي طلع منه مو نفس البيت اللي طلعت منه أنت أنت عندك بيت علم الضوابط والآداب وعلمك أنك موكي كلمة تقولها وحتى لو تبي ترد تقول لا ما رد على هذا مسكين ما عنده نفس الضوابط الاختلاف الجنسي بين الرجل والمرأة له دور ذلك لما تعامل على عقلك عقله تقل المشكلة تعقل المشكلة يعني بعضهم الحيني مثلا فيه وظيفة ويجيه مراجع يقصو عليه بالكلام العاقل يقول هذا يمكن مضغوط من الموظف قبلي ممكن مضغوط أن رجل عنده سكر وزايد عنده سكر ممكن عنده الضغط ومن الحلال مو قادر يركز فقال لي كلمة شوية صعب علي يتعامل معاه بالرحمة يتعامل معاه بالرفق يعمل على حسب عقله طبعا تطبيقها شيخ سعود التطبيق احنا دائما نقول لك نظريين عند التطبيق ترى هذه منه من الله ليه الحليم صار سيد في القوم الله من عليه أنه حليم يفكر بالشيء وبعناه ويحلم عن الناس الإنسان قليل الكلام ليه كلمة لها أثر لن يعرفون قليل الكلام لذلك إذا تكلم ما يتكلم إلا بشيء قوي هذا التطبيق هذا منه من الله ولذلك لابد أن نحقق الأمان العاطفي بإغداغ الحب وبإغداغ الأسباب المؤثرة وكذلك التي تنتج عن المحبة ومع عدم التهديد في مسألة سحب هذه الأمور لأنه يرتبك الأبن يرتبك هذه حتى بعضهم كبير بالسن وخصوصا من البنات يعني الولد ممكن أنه يطلع للساحة ويروح للناس وينسى البنت التي تكون في البيت حتى لو بالثناء وكذا ترى تصعب عليها بعض الكلمات تقول لها بعض الأمهات أنا ما أحبك والمصيبة إذا كانت قارنتها بإخوانها هذا مصيبة والمصيبة الأشد والأشنع أنك تقارن هؤلاء الأبناء ببعض أصحابها ليش ما تصير مثل فلان ليش غلط أولا الإمكانيات تختلف بين الناس الإمكانيات العقلية ممكن هذه تحب الشي اليدوي ممكن هي ترسم على أنها تكون بكرة صاحب الصنعية يدوية هذهك فاتح لها الله بالتعليم والتدريس هذهك فاتح لها الله في جانب معين الأمر الثاني قد تعييرهم في أشياء هذولة شباب وبنات تعرفهم أو تعييرهم غصدي بشي هم يعرفون أنهم أفضل آلاف المرات من الشخص اللي أنت تقارنهم فيه يعرفون عنها بعض الأمور خلاقيا متدني أدبيا ساقط سلوبه مع الناس سيئ لكنها أنت ما تشوفه عنه لأنك أنت تجي يجيك رسمي مثل عارض السلع الآن في المحلات بعضهم يفتن في بعض البائعين أو بعض البائعات لما يعرض عليها السلع ويقول لك هذي تصلح لك وهذا هذا جزء من وظيفته يجي يقارن هذه المرأة بزوجتها في البيت يقول شوف سلوب زوجتك زوجتك خلاص تحولت الآن إلى مرحلة أنه أصبحته أصدقاء مو كل يوم تضرب لك مكياج وطال مو كل يوم تبيها تقول لك الله يعافيك الله يسلم مو صحيح هذا جزء من وظيفته هذا واقع حالة الآن عندك المقارنة غلط فتجي أنت تقارن ولدك قول لبنتك تقول ليش ما تصير فلان مثل فلان هذا خلاط هو يشوف نفسه أفضل شوف نفسه أتكن شوف نفسه محبوب أصلا في مكان اللي هو فيه ولا يقدر يقول لك ما يقدر يقول لك هذا ترى عندك هذا عندك هذا عندك هذا الأمان العاطفي أنك تغرغ بالعاطفة مع عدم التهديد بالسحب المباشر أو إحداث بعض المؤثرات والأسباب التي يفهم منها أنك ترى والله يحبك على المحك طيب شهر ما تكلم أيضا عن موضوع دراسة نفسية الطفل وفهم مشاعره وأثرها في التربية نعم نفسية الطفل تعرف من خلال التأمل وهي ولا شك أن توفيق من الله للوالد والوالدة وهو أن أول شيء نعرف أن إمكانيات الأبناء تختلف لا تطلب أن الأبناء كلهم يكونوا نعكاس من شخصيتك ولا تطلبين أن كل البنات يكونوا نعكاس من شخصيتك أنت مثلا وصلت في التعليم إلى دكتوراه ليس شرط أن البنت تقدر تكمل الجامعة هذا ما له علاقة هذه إمكانيات أنت تأملين وتبدلين وتسعين أنت مثلا عندك شهادة عالية لكن الإبن رضي أن يأخذ وظيفة من أول ما يبي يكمل دراسته أنا أكلم أنصح أبيين لها الآثار أبيين لها الناتج أبيين لها أني أعينك على أنك توصل للنقطة راح أبذلك حتى توصل لا تضايق منها الشيء هذا هذه اللي أملك لكن قال لا والله أنا مارض كيف حياته هي بالتالي آخر شيء حياته تمنى أنه يكون مرتاح بكرة أفضل راحة لو أنه كملت دراسة باسم ونعكاس من شخصيتك هو أنت تأمل أشياء لما تفأ تتكلم على مسألة الفوارق هذه تعرف أن النفسيات تختلف النفسيات من ناحية اختيار اليابون والنفسيات كذلك من ناحية لما تعرف أن أمكانياتهم تختلف تعاملهم بالكلام على حسب نفسياتهم هم لا تتجرد من أهدافك تتجرد من شخصيتك خضوعا لهم لكن أعرف أن في حد معين نلتقي فيه وهو أن نوقف عند الحد المعين أنا لا أطالبك بالزيادة إذا ما تقدر عليها لكن في شيء خصوصا من الناحية التربوية الأخلاقية أنا ما أرضى أنك توصل له السلف سبحان الله لهم كلمة جميلة عن بعض السلف يقول أن من سعادة المرء أن يشبهه ولده أنه ولده يطلع مثل شخصيته يكون التفاهم معه سهل يعرف شون يفكر بعضهم لا يحتاج لك مزيد وجميل أنك دائما تحكم على بيتك بذاته لا تطالع عن الناس لا تقول له فلان أنتج كذا فلان أنتج كذا باسترافية السلبيات أنت ما تعرفها ممكن داخل البيت عنده مو بس سلبيات عنده مسألة مهالك أنت ما تدري يعني يمكن عنده مرض يمكن عنده بعض أولاده مريض بشاغلة في البيت كله مع ذلك يجاهد عشان يتماسك لازم أننا نعرف أن هذه أرزاق مقسمة بين الناس لا تغيس بيتك على بيت الآخرين ولا تسمح كذلك إلى أن يتعدى أحد الناس على خصوصية بيتك أولادك مثلا قد يكون بعض الناس الآن في مجلس يحبك وهذا ويتكلم معك ويقول أنت تبرل لا تقول والله في الان هذه حياته انتهى الموضوع ما هو من حقه أن يأتي إلى الإبن نفسه فيعنفه يتكلم على ليش وتفاشل ليش ما صلتنا لا هذه حدود معينة يجب يتعامل فيها المرء أنت مربي يولدك مثلا في طريقة معينة في طريقة الكلام في طريقة الخطأ والردود على الناس يجي واحد مثلا يتكلم قدامه بألفاظ بذيئة هذا دورك كأب يمكن الولد يستحي البنت يستحي أنا أذكر مرة وحده تقول أنا ولدي كل ما يروح الزوارتنا ويتجمعون أخواني أخواني من سنة يعني خواله من سنة نفس السن فتقول الولد بدأ يكره الروحة وناذي زوارة أهلي كل أسبوع لازم أروح والولد يستحي بدأ ينكسر كثير ما يعلقون عليه بدأ تنكسر الشخصية الآن في بعضهم دائم كثير كلمة طبي عظم الله بسماء الحيوانات جل الله ثورنا هذا خطأ أنه تنقال من الوالد أنت تبي ولد يطلع ناجح تبين بنت ناجحة يترك الألفاظ الكلام والألفاظ السوقية والأسلوب الذي لا يصلح لا يصلح هذا بحيث أنك تتكلم معه بهذا الأسلوب فبالك إذا بعض الناس يتكلم قدامك بنفس الطريقة أنت الذي تتوفر جانب من الحماية في عمر معين لأن بعض الأولاد بعض الأبنات ما يقدروا يتكلمون قدامك حشمة ولا يستطعون يردون ولا يقدرون ممكن فهي تقول أن لكنت لما أروح ولدي دائم يتكلمون معه بنفس الألفاظ هذه يتهمون بالغبايت بدأ ينزوي وبدأ يخاف يطرح رأيها قلت نعم ركيت لأنه الآن هو في مأساة ممكن أني الآن كل ما يتكلم بدأ يجبن من ناحية الحوار كل ما بقي يتكلم في مسألة ولا عنده شيء ولا هذا يخاف أنه يقول خطأ فتثبت عليه هيش الوصف اللي وصفه النغابي وهذا فرح ينهار الحل قلت الحل عندك أنت تبسكين أخوانك تقول إن حنا ما نجي لأنكم تسوين مع ولدي كذا 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 ونحن ما نجي أخوانها يحبون هل تقول سبحان الله فعلا أول أسبوع ما رحنا ودكوا عليه قلت والله ولدي أنتم تسوين معاك هذا وكذا كذا كذا أنا والله ما أرضى ولا أبي أزعلكم يعني همي أبي أجي وزور فلازم يعني يصير عندي حدود قالوا أبدل بس تعالي والله ما نسوي أي شيء ولا نغط ففي كلمة معينة أنت اللي توفر سياج الحماية أنت اللي توفر سياج عشان أنه يستطيع أنه يكون فيه تقويم للنفسية تعالج نفسيتك وتحميه كذلك من بعض الدوافع اللي يكون فيها تأثير على هذا النساء أنت تبني تبني شخص لا بد أن يكون واثقا من نفسه وأنت الآن وانت تبني راح يروح إلى معترك الحياة معترك الحياة لما تقوم شخصيته لا تخاف عنه ومنحة أنه ما يتأثر دينيا أخلاقيا ببعض الناس هذا ممكن كل شيء واضح لكن أقصد أنت عطيت الشخصية من أجل أن يملك قرار مو كل من قال يمين يمين يسار يسار بنيتها نفسيا لأنك شجعتها ونميت هذا فيه دكتور نتكلم عن موضوع الحرية هل نعطيهم حرية ما نعطيهم حرية ما هو المقدار المسموح شو المقدار اللي ممكن يأثر عليه سلبا أو إيجابا أو السن كذلك مهم هذا الموضوع الخطير الحرية فهمت خطأ ما في شيء يسمو حرية على الصحيح انظر في نفسك وانظر في نفسيا تجينا أوقات ممكن أننا نتنازل عن طموحات كلها عشان عيالنا أو عشان وضعنا الاجتماعي مثلا يعطونك وظيفة تكون برى البلد أنت من زمان تحلم بهذا الوظيفة من زمان وظيفة مثلا دبلوماسية وظيفة كذا فيها راتب زيادة تقول أبو روحة شو بلد ثاني ممكن تكون أديب عندك كتابة تقول أبو إيش جوب روحي ألا مكان حلو أقعد أكتب هذه الطموحات كلها التدمر عند أنه يكون عندك عيال صغر ما تقدر تأخذه معك تقول أنا وين نرو الآن هذا في فترة تأسيس حتى الأم ما تقصر لكن ما تقدر فتعرف أن على حقيقة أننا ما في حرية مطلقة هذا مثل مو بس بتصرفاتنا هذا مثل لطموحات عندنا قد تتنازل عنها بسبب أنك مرتبط بالآخرين صرت نفس الشجرة اللي لها جذور ما تقدر حيانا يكون عندك مريض ما تقدر حيانا يكون عندك ظرف اجتماعي ما تقدر تطبق كل اللي تبي وين كلمة المية كنت أنا حر أنا حر فما بالك الحرية إذا كنت بالتصرف في كل ما تريد في المجتمع كثير من الناس يحطون عليك عوائق عوائق اجتماعية عوائق قانونية إحني لما توقف مع نفسك تعرف أن ما في شيء سالفة أني حر في وظيفة معينة وانت مرتاح وينزل فيك نقل إلى مكان أنت ما تحبه وين الحرية لو تبي تجي مثلا تقول أنا بأنت أستقيل طيب في ناس أنا قاعد أعيش نفسي وفي ناس تحتي فتتحمل الشيء اللي ما تحبه لأن فيه الجانب الآخر شيء مترتب عليه مستقبلك هو عيشك فمعناته لهذه مسألة الحرية المطلقة ليس لها وجود هذه دعوة كذلك في التصرفات لما يكون عندي مثلا إذا في نفسي أنا ما نقادر أباشر الحرية الكاملة فما بالك لما يكون عندي أولاد أو يكون عندي أبناء هم تحت يدي ما يتصوروني الواقع مثل ما تصور أنا مع تجارب الزمان واحد مثلا سبهل له ما لدور في الحياة ما يفكر التفكير هذا إنسان صافض أدبيا فكريا أخلاقيا شاعريا ما يفكر بالأمرها يقول كيف خليه يواجه يواجه مستقبله ويواجه حياته بنفسه وهذا اللي أنت قاعد تقول خليه يواجه ويشوف ما بنيت فيه شيء ولا رحمته ما رح يسمح لك حتى طول الزمن ممكن حين نقول أن أمره بالبر بالإحسان إليك بقدر لكن حتى البر مع الزمن ممكن هو يسويه لله هذا إذا قدر على نفسه فبقى لك إذا فيه مجتمع الآن ينمي العقوق وينمي كذا رح تكون ردة الفعل صعبة ليه لأنك ما حميتني وأنا صغير ما خطيت للطريق وأنا صغير ما أويتني وأنا كنت محتاج إلى إيوائك خليتني أواجه الحياة هي تعلمني تلطخني ممكن أصل إلى درجة من الفساد اللي ما أستطيع صلحها من الزمان مو بس فساد أخلاقي فساد تربوي فساد معيشي أنا قادر ألملم نفسي تشدت تقطعت الحرية بالنسبة للأبناء إذا كنت في هذه الأمثلة ما قدر أنا أعطيهم أفتح لهم كل ما فيه تحت يدي الحرية يجب أن تقاس بالدين والأخلاق الناس يتصورون أن لما تأمر الناس بالدين فقط أنك تريد ما بينهم وبين الله الأمور العبادية لا أنت تأمرهم بالدين حتى تصلح حالتهم حتى مع الآخرين مع المجتمع لأن فيه ضوابط ما يحلها إلا التدين أن يكون الإنسان قلبه عامر بالخير عامر بالدين للما تأتي إلى السنة النبوية الآن وتنظر للحاديث النبوية تجد ما أمرت أنت فيه شيء فيه باب العلاقة مع الآخرين إلا المستفيد الأول أنت شو في الجارة الآن لما ينظر إلى السنة النبوية وكيف تأمر أنه يحسن إلى جارة أمرت الآخرين يحسن إليك أنت اللي مستفيد الضيف أمرت الإنسان أنه يكرم ضيفه أنت المستفيد شريعة الدين غني عنك فلما تتجي وتأمرهم بالدين والتدين وحلاوة التدين وتظهر لهم الجماليات اللي فيه تعرف أن حتى الحريات هذه هذا وهم على أرض الواقع مو كل شيء يعني يجي بنت في عمر معين تبي تلبس اللبس اللي يبي أنت ولي أنت ولي ولي أمر يجب أن في عمر معين تلبسها لبس معين وممكن تجلس معها تقنعها تحسن لها تبين لها الأثار بكر راح تشوف أثر جميل كم واحد يقول يا بنتي تناغشني على النقاب قلت لها لبس النقاب بعدين تقول بالمدرسة تنقبوا بنات كثير مبتهجة تقول ما تصورت تقول كم واحدة جاوبها ركوري قالوا أنت إن شاء الله قبل نحن بعد تقول فعلا بدأ وبدأ وبدأ الناس فيها خير الناس فيها خير الناس يعيشون في هذه الأزمان على كثرة ما عندنا من المشوشات وانفتاح باب المعاصي بلا حد الناس قلوبهم قلوب الأطفال واللي يكون في واقع التدريس اللي يكون في واقع يختلط بأكثر الناس من جميع الأعمار تتكشف له هذه الحقيقة تجد ممكن البنت سفور لكن عندها من الخير العظيم مجرد أنه تحرك عندها هذا الخير تسعى إليه تجد إنسان يحكمون عليه الناس أنه إنسان شكله عاصي ولا 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 لكن بمجرد أنه يذكر بالخير تجد هي سعى إلى الخير تجد عندهم كثير من الأمور التي فيها شفافية فيهم بساطة وهذا سبحان الله كل مجتمع تكثر فيه المعاصي تكثر فيه الذنوب يبدأ الناس يستشعرون بالجوع الجوع القلبي الداخلي لأنها كلمة جميلة لابن القيم يقول إن في القلب خله يعني فراغ لا يسدها إلا ذكر الله واقع الحال الآن لما يطيح واحد يصير فيه شيء أسأل لإنسان المستقيم يقرأ عليه واحد يشعر بحزن ولا يشعر بهم يذهب إلى رجل لو مو ملتزم بإذا صحت التسمية يذهب إلى رجل معروف أنه عاقل ويراقب الله في كلامه ويستشيره ما يذهب إلى رجل مثله وحتى لو ذهب إلى واحد مثله يشوف أتمهم عقلا أتمهم سدادا ما يروح لأي واحد هذا أمر معروف لذلك الحرية الحرية المقصود بإطار المعروف بالإطار الشرعي وكذلك الذي لا يخرج عن المعاريخ العامة العداب العامة العرف العام أنت لا تعيش وحدك في المجتمع مو كل المجتمعات يرتضون اللي تبي ليش الناس تفضل بلد على بلد بالسفر يقول لك هذا أرتاح فيه هذا أولادي يأخذوا الراحتهم أنا أخذ راحتي يبحثون على ليش بعض البلدان ممكن تشوف أن جوها إذا تبي تقيسها على الجو من أسوأ الأجواء لكن وفرت العامل الأمني أنه لما تجي الديرة هذه آمن أمشي بكيفي أروح بكيفي أدخل إذن معناته الناس يحتاجون للأشياء الأكثر كمالا ولما تراقب الأمور الكمالية كل ما رأيتها أكثر ترقيا في الكمال حتى لو أنهم فعلوها ليس قصدا تجد أنه أمر دعت إليه الشريعة الشريعة تدعو إلى الحشمة تدعو إلى الإفة تدعو إلى الأمام تدعو إلى عدم التعدي على الحقوق تدعو إلى جميع مكانم الأخلاق ذلك لما يكون عندي أبناء لا نأتي إلى سقف الحرية المقارن تجي البنت تقارنك في صديقاتي كلهم كذا التحجبي قالت والله صديقاتي كلهم ومحجبات ما أنا ملزوم أنا أسوي الصح فيما أستطيع والآن أملكه ولا حد يفرض عليه شيء بكرة الصديقات يتأثرون بكرة أبو صديقتها يشوف يقول ما شاء الله البنت هذه كذا فيتأثر ممكن ينبه ترى بعض الناس خصوص الأبا والأمهات يشوف بنت صغيرة مهما أكبرت فلما يجي أحيانا لما يجي واحد يقول ترى بنتك كبيرة يقعد من النوم يقول لي والله صحي تلبسها الجهاب ترى كبيرة عمرك ما رأتشوف بنتك كبيرة الخضوع للمجتمع في كل ما عنده من السلبيات هذا غلط هذه الحياة الحياة جهاد ومع ذلك جهاد بيألطف الأمور أنت ما قاعد تطلب من عندهم أشياء مخالفة يعني لعامة المجتمع ناس فيها خير وهذا نور الله باقي في دول عليها حروب من سنوات على التدين مع ذلك موجودات المحجبات موجودات المنقبات موجودين الناس اللي عليهم ظاهر الاستقامة يبدأ الشخص عن الآخر يتصرف من خلال ما عنده من الفقه والعلم كل ما كان أكثر علما وفقها كل ما كان أكثر نجاحا كل ما كان أكثر رحمة في الخلق ولذلك من أجمل الكلام أنه كلام ابن القيم أن الرجل كلما اتسع علمه اتسعت رحمته سواء العلم الشرعي هو يقصد ولكن حتى علم علم الناس علم الاجتماع علم الواقع تعرف أن الناس فيهم خير تعرف أن الدنيا ما هي وإن كان فيها كثير من السلبيات بس من خلال بث الخير لا أنظر إلى النظرة السودوية أشوف أن الدنيا كلها رائحة ما هي ما يصير ما يصير الدنيا فيها تكثر أهل الخير عشان تعيش معاهم ولذلك حتى هذا أولى من يطبق عليه أولادي في بيتي ما أفتح له الأمر على حساب نفسي أنا اللي أحاسب إن وصل إلى عمر واستقلت حياته وراح بعيد وبغي يسوي شيء ما لحنا خير هذا الله عز وجل يدبره كما يحاسبه لكن بما أنه عندي تحت ولايتي اللي أستطيع أن أقوم عليه من الدينيا والأخلاقيات أنا أقوم عليه دون الرضوخ للمجتمعات المجتمعات لا يرضيها شيء واستنتاج الأمور الإفسادية لا يقف عند حد وفي كل يوم تكبر المطالب والطموح إلى دمار الأمة الإسلامية ودمار الأخلاقيات والسلوكيات أنا مجبور أني أمشي مع كل شيء على حساب نفسيتي على حساب مبادي على حساب أخلاقي ما استطعت أن نوفر النجاح العام على وفأة ووفر السلام لا ننشغل كثير في مسألة إقناع الإبن والإبنة دائما لا بد أن في هذا القرار النصح لا ننشغل كأب وكأم وهذا يبدأ من بداية الاتفاق بين الأم والأب أن تكون الأب والأم متفقين من بداية الحياة أن يكون قرارنا واحد حتى لو عندي خطأ لا تخطئيني قدام عيالي ناقشيني فيما بيني وبينتش وسوينا وسيلة التراجع إذا أخطيتي في شيء لا أقول لا ما عليكم بمكم لا ما يصير تكسر شخصيتها أنت بكرة ميت بكرة موجود بكرة مسافر هي اللي تقول البيت ما يصير تكسر شخصيتك بس اتفق فيما بينك وبينها أن لو بكرة صار شيء بيني وبينتش عشان لا يتجرؤون علينا يعرفون أن كلمتنا ممكن تختلف أو ممكن ندخل من مدخل الأم أو ندخل من مدخل الأب هذا خطأ ذلك حنا نتفق عليه وهو البداية ما تشوف الأم نفسها أنه والله يخلها ترى الجيل كذا قال معناتها تخطئين نفسك شوف حدا ما شاء الله لبسها زين وستير وبنتها سفور ليش تقول يعني جيلها وكذا يعني هل أنت كنت على خطأ لا أنت كنت على صح والجيل واحد في الغالب الآن الجيل اللي موجود الأم في الثلاثينات والبنت في الثمانتعش سبعتعش البنات يزوجون أصدار يعني أنتم من جيل واحد حذروا فيه يشتج يعني نفس الجيل شلي شلي اختلف لكن الضخ الإعلامي العقلي الفكري على الناس اللهم دائما يفكروا منهزانية وانا أعترف يعني كثير من الأمور على أن الناس فيهم خير تبيلها شوية تعناء ممكن أن البنت مطاوعة وحبيبة بس تناخش خلّة تناخش خلّة وطبق اللي تبيل ممكن الولد نفس الشيء لكن يقفون عند حد ما أنا ملزم أني أفعل الشيء على حساب نفسي وعلى حساب ممادئ وأخلاق من أجل أني أرضيهم على جانب يتجاوزون فيه جاك الله خير شيخ وبركة الله فيك حديث شيق مشار الله يطول عمره وإذا الله يسر إن شاء الله تكون لنا لقاء هذا شرف لي وأنا أشكرك هذا الموضوع طويل وآيد يا حبيب أنا أشكرك على هل الله وقصرت والله يسعد قلبك إن شاء الله إن شاء الله إن نلتقي في الأمال مجالس أخرى إن شاء الله سأل الله إنه يسرها بفضله ومنته جاك الله سأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ذرياتنا ويجعلنا مقرة عين لنا سأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء معكم سعيد الحمادي وهذا بودكاست رفوف من مكتبة استيديو نشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته